بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس أول حاجة عايزة أبدأ فيها مع حضراتكم أنا عايزة أقول لكم تشكيل النادي الأهلي ليه بقول لكم تشكيل النادي الأهلي هقول لكم بعد كده حالا أو بعدها على طول هقول لكم ليه أنا بأعرض على جمهور النادي الأهلي تشكيل النادي الأهلي فضلك يا سمير لو تشكيل النادي الأهلي جاهز معك طيب تفضل تشكيل النادي الأهلي اللي بيلعب يعني المباراة الأخيرة كابتن محمد الشناوي كابتن بدر بنون كابتن حمدي فتحي كابتن أيمن أشرف كابتن علي معلول كابتن أكرم توفيق اتنين في وسط الملعب أليو ديانج وعمر السلية ثلاثي في الأمام سين الشحات محمد مجدي أفشا ومحمد شريف وبرسي تاهو في الغالب هو اللي بيبقى موجود برضو مكان أفشا مكان حمدي مكان حسين الشحات مكان شريف هو ده التشكيل اللي احنا دايما بنشوفه للنادي الأهلي مظبوط ولا أنا كلامي طيب تخيل حضرتك أن النادي الأهلي تخيل حضرتك معايا مرة تانية أن النادي الأهلي والتشكيل اللي أنا بقول له لحضرتك ده محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني أكرم توفيق بك يمين منتخبنا الوطني بدر بنون ستوبر منتخب المغرب ده لسه قصة تانية حتكلم عنها أيمن أشرف ستوبر منتخبنا الوطني باك شمال علي معلول باك شمال منتخب تونس حمدي فتحي ديفندر منتخبنا الوطني عمر السولية ديفندر منتخبنا الوطني أليو ديانج ديفندر منتخب مالي محمد شريف رأس حربة لمنتخبنا الوطني إذن تسع لاعبين تسع لاعبين من التشكيل الأخير اللي كان أمام حضراتكم مش هيبقوا موجودين معانا في كاس العالم اللي جاي القادمة ده اللي مطلوب أو ده الكل بيزق النادي الأهلي لهذا الموضوع لغاية الموعيد اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي التسعة دول مش معانا تخيل حضرتك إن التشكيل اللي كان أمام حضرتك دلوقتي التسعة منه مش موجودين معانا في كاس العالم للأندية تسعة من التشكيلة دي بالمناسبة تسعة من التشكيلة دي كاس بونادي الزمالك خمسة ثلاثة من شهر المطلوب مني حضرتك أهو مرة تانية المطلوب مني نعد مع بعض محمد الشناوي مصر حمدي فتحي مصر أيمن أشرف مصر أكرم توفيق مصر عمر السلية وحمدي فتحي من مصر ومحمد شريف ده منتخبنا الوطني طيب منتخب المغرب بدر بنون علي معلول منتخب تونس أليو ديانج منتخب مالي المطلوب مني حضرتك أنا كنادي أهلي إن هؤلاء اللعبون اللي أنا النادي الأهلي اشتريتهم وبجدد مع علي معلول واشتريت أليو ديانج واشتريت حمدي فتحي واشتريت بقية اللاعبين اللي موجودين عشان ألعب بيهم كاس العالم المطلوب مني إن ما يبقوش موجودين معايا المطلوب مني إن ما يبقوش موجودين معايا سيبك من الناحية المادية لأن أنا هتكلم عنها بعد قليل يعني ناحية المادية دي قصة تانية هتكلم عنها بعد قليل فتخيل حضرتك إن التشكيل اللي أنا قلته مرة تانية تسعة منه مطلوب من النادي الأهلي إن هما ما يكونوش معاه يا سبحان الله يا سبحان الله أنا بتكلم على التوقيتات اللي محتوطة قدامي دلوقتي من شهر أو من ثلاث أسابيع حصل إيه خرج علينا الأستاذ أحمد مجاهد رئيس الاتحاد أو رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وقال إيه قال إيه أقولك أنا قال إيه ولا نسمعك وخصم أنا الأول مرة هعمل الموضوع ده بس الحقيقة عشاني مننا من جوايا بتغس جدا جدا لكن خلينا نروح نسمع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ماذا قال للمسؤولين في مصر وللنادي الأهلي اللي حيحصل الفترة اللي جاي نسمع من غير بقى تفسير أنا بقولك إن شاء الله المنتخد هنعب كامل نجومه كل الكسر هم الأفريقية والنادي الأهلي هنعب كامل نجومه إن شاء الله بإذن الله كما تكسرها عجلان دي من غير تفسير ليه ده تفسيرها مهمة أوي لا من غير تفسير لأن فيه أمور لو تقلد دلوقتي مش هت هتبوز السحر بتاعه مش هتبوزه لكن أنا بقول أخذنا على ألفاني أيوة المجاهد إن شاء الله بإذن الله إن أنه أثناء البطول الكسر هم الأفريقية إن شاء الله المنتخد هلعب كامل النجوم سيختاره بسرق روش تمام وفي نفس الوقت النادي الأهلي إن شاء الله هيلعب مباراته في الكسر العالم الأندية ثم نتمنى له طبعا التوفيق إنه تم لحد المبارنة أقية تمام إن شاء الله هيلعب كامل مع زميلنا هاني حتحوت الأستاذ أحمد مجاهد في صادة البلد الأستاذ أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدري الابتحاد المصري لوكرة القدم قال هذا الكلام ماذا فعل النادي الأهلي النادي الأهلي دايما لما بيجي يتكلم بيتكلم بإخلاقه وبمبادئه على رجل مكانه هناك اعتراضات كثيرة جدا على الكابتن أحمد مجاهد ولكن عندما خرج الكابتن أحمد مجاهد وقال هذا الكلام النادي الأهلي عمل إيه؟ وريني يا سميري النادي الأهلي عمل إيه؟ ده بيان من النادي الأهلي بيشكر فيه الاتحاد المصري لكرة القدم لحل أزمة تعارض مونديال الأندية مع كأس الأمم الإفريقية أرسلت معلش أنا أسف حقرها لحضراتكم أرسلت إدارة نادي الأهلي اليوم خطابة للاتحاد كرة القدم تؤكد فيه على تقدرها للجهد الكبير الذي بذل المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي الأمم الإفريقية مع بالكاميرون والأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير 22 إلى 6 فبراير 22 وكأس العالم الأندية بالإمارات في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 22 وتأكيده أن المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الأمم الأفريقية بكامل لعبي وكذلك فريق النادي الأهلي سوف يخوط فعليات كأس العالم بكامل لعبي وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لإحدى القنوات التلفزيونية أمس حلو كلام جميل كلام رائع الأستاذ أحمد مجاهد طالع على أن حلنا الموضوع وليس كل ما يعرف يقال وكلام من هذا القبيل والنادي الأهلي طلع إحنا حتى هنا قلنا لحضراتكم إيه ولا فارق معايا أنا مش عايز أعرف إيه اللي حصل أنا اللي فارق معايا أن منتخب بلدي يصل إلى المباراة النهائية ويلعب بلعبة النادي الأهلي وبكامل نجومه وفي نفس الوقت أنا كأهلاوي أتمنى لأن مع أن ده موضوع حاب أتكلم فيه بعد كده أتمنى أن لعبت النادي الأهلي يكونوا موجودين في مباراة الاتتاح مع النادي الأهلي هو ده اللي أنا أتمنى وهو ده اللي أنا عايزه كأهلاوي كمصري الأول وكأهلاوي خلاص؟ شكرنا وعملنا وعملنا كل حاجة إيه اللي حصل بعد كده؟ ولا أي حاجة حتى هذه اللحظة هي هي نفس الموعيد هي هي نفس الأمور كل حاجة هي هي فيش أي تغيير حتى هذه اللحظة هل من المفترض مثلا أنا مش فاهم الناس بتفكر إزاي تحت كرة القدم مثلا بيفكر إزاي بيفكر نوة يسيب النادي الأهلي أمام الموضوع ويحصل اللي يحصل يحصل اللي يحصل طيب أنا عايز أسأل حضراتكم سؤال برضو وخلينا نكون واضحين في هذا الأمر علشان أنا عارف أن هناك البعض حيطلع يقول لي إيه عم إسلام هو أنتوا هتكلموا عن منتخب مصر نادي الأهلي حيتكلم عن منتخب مصر نادي الأهلي مش فارق معه منتخب مصر يا جماعة عيب الكلام ده عيب أن حد يزايد على النادي الأهلي النادي الأهلي أكبر نادي في مصر وأكتر نادي في مصر بيدي لعيب المتخب مصر النادي الأهلي خسر الدوري الموسم السابق بسبب وطنيته اللي لن يتخلى عنها أبداً لن يتخلى عنها أبداً فحضرتك أو حضرتك بعد من لا يشجع النادي الأهلي حضرتك أو حضرتك أو حضرتك لا تستطيع ما تخشش في الجنب ده النادي الأهلي يدافع عن حقوقه وحقوق لاعبيه فقط لغير ويتمنى أو مش يتمنى هو عايز أن مرتخبنا الوطني يلعب بلعيب النادي الأهلي ولكن في نفس الوقت هو النادي الأهلي ده بيمثل بلد تانيا ما النادي الأهلي أعود وجماعية عمومية في اتحاد كرة القدم المصري اتحاد كرة القدم مطلوب منه أنه يدافع عن حقوق النادي الأهلي ده وفقاً للائحة اتحاد كرة القدم مش بمزاجي أو مش بكلامي ده وظيفة اتحاد كرة القدم أنه يعمل هذا الكلام أنا أعيز أرسى لحضرتك سؤال هو تشيلسي دلوقتي مشكلة مندي لاعب نادي تشيلسي خلاص؟ مندي ده واحد حالس مرمى نادي تشيلسي فمندي من المفترض أن تشيلسي مش عايز يوديه والمنتخب السنغالي عايزه طيب هو المنتخب السنغالي بيكلم نادي تشيلسي ولا الاتحاد السنغالي بيكلم الاتحاد الإنجليزي مين اللي مفترض يحل الموضوع؟ الاتحاد السنغالي مع الاتحاد الإنجليزي مش المنتخب هيكلم الراجل في نادي تشيلسي ويقول لهم لا الاتحاد السنغالي بيكلم الاتحاد الإنجليزي يقول لهم يا جماعة كذا الاتحاد الإنجليزي يكلم رئيس نادي تشيلسي أو اللي مسؤول في نادي تشيلسي يسأله ويتوصله الاتفاق ويوصل الكلام هذا هو الموضوع مش النادي الأهلي أبدا يعني معلوله ديانج مشكلة الاتحاد المصري أنا مليش علاقة كنادي مش ماليش علاقة يعني أنا النادي الأهلي أنا عايز لعبتي تلعب معايا ما روحش أقول للاتحاد التونسي ولا للاتحاد المالي أنا النادي الأهلي عضو في الجماعة الأمومية للاتحاد المصري اللي بيلعب في النادي الأهلي كله بيبقى تابع للنادي الأهلي فأنا الحقيقة باستغرب من مش عارفة سميها إيه اللامبالاء الغير طبيعية الغير طبيعية الكل سايب النادي الأهلي ورامي إيده وبيفرج على النادي الأهلي وبيعمل إيه النادي الأهلي يعني أنا بصراحة الله يكون فعون الناس يعني أنا مش عارف أتكلم في الموضوع ده إزاي لما حد يجي يسألني أقول له يا جماعة إن شاء الله تتحل وإن شاء الله يجي عارف إيه بنقولي الكلام ده لكن أين الحقيقة عايزين حل لهذا الأمر قبل كاس العالم وبعدين من الناحية الأخرى من الناحية المادية بقى احنا كده اتكلمنا عن الناحية الأدبية وبالمناسبة الناحية الأدبية دي هي اللي بتعلي الموضوع هي اللي بتخليني يطلب اللي أنا عايزه من الناحية المادية في الناحية المادية أنا جبت أفضل لعيبة دفعت فيهم أكتر فلوس وكل حاجة ولكن في الآخر حضرتك عايز تحرمني من لعبتي لنا أنا كنادي أهلي بدفع لها مرتباتها وبقوي من فريقي وبجيب نجوم من الدوري الإنجليزي وبجيب نجوم من الدوري الجزائري وبجيب نجوم من كل الدوريات الأخرى عشان أقوي الفريق النادي الأهلي وخليه أخذ بطولات وحضرتك بتقولي لا طيب أنا بس عايز أكمل موضوع مهم جدا رحنا وزي ما بقول لحضرتكو كده اللي بيحصل ده كله إن حضرتك عايز تحرمني من اللعيبة اللي أنا جايبها طيب تخيل حضرتك في كأس العرب اللعيبة النادي الأهلي قاعدوا مع المنتخب كم يوم 24-25 يوم تقريبا رجعوا قاعدوا يومين أو 3 أو أسبوع مع النادي الأهلي لعبوا مباراة فيوتشر ثم خدوا أجازة يوم أو 2 أو 3 تقريبا وبعدين حيرجعوا مع المنتخب يعودوا شهر شهر ونص طيب خلاص بقى ما ولو كده حضرتك بقى يا أستاذ أحمد ادفع لهم الشهرين اللي ليهم هو النادي الأهلي مش هفهمش النادي الأهلي مش هفهمش خلال هذه الفترة ومطلوب من النادي الأهلي إن اللعبة دي تلعب يوم أو ما تلعبش مع النادي الأهلي يوم 5 فبراير لو فضلت هذه الموعيد زي ما هي بنفس الجدول حاجة غريبة جدا بجد والله العظيم أنا ممسدق اللي بيحصل ومش مقتنع إن في حد ساكت عن هذا الأمر وبيقولك إيه السيد أحمد من كابتن أحمد مجاهد قال يا جماعة ما تقلوش الموضوع حينتهي وليس كل ما يعرف يقال طب إمتى حنعرف يا كابتن أحمد إمتى حيحدث اللي حضرتك بتقوله إذا كنت حضرتك هتمشي يوم 5 يناير وأنا ما بقولش حاجة غلط أو عيب أنا بتكلم حقيقة واقعة إن يوم 5 يناير الساعة 12 بالليل أو الساعة 7-8 بالليل كابتن أحمد مجاهد شكرا حييجي اتحاد كرة قدم جديد وحنشوف بقى حنعمل إيه حنشوف بقى نبدأ من الأول يا أستاذ جمال أو يا أستاذ محمد إبراهيم قائمة الأستاذ جمال علامة قائمة الأستاذ محمد إبراهيم مين فيهم اللي حينجح إذا كان الأقرب أستاذ جمال فحنقول أستاذ جمال هتعمل معنا إيه مع النادي الأهلي هتعمل إيه ونخش بقى في الديبدة تاني ونقعد نتكلم والنادي الأهلي هو أكبر المتضررين من هذا الأمر ماديا وإدبيا واقتصاديا كل شيء أنا غلطتي غلطتي إن أنا بكسب بطولة أمم أفريقيا بطولة دوري أبطال أفريقيا علشان أروح كاس عالم وأخذ تالت عالم دي غلطة يا جماعة أنا مش هقدر مش هقدر إن أنا ما كسبش أنا كنادي أهلي مش هقدر إن أنا ما كسبش ولكن في نفس الوقت أنا مش هقدر أحارب لوحدي كده في هذا الوسط الرياضي اللي محدش عايز يقف معايا فيه الاتحاد كرة القدم مسؤول عني والكاف مسؤول عني كنادي أفريقي كأكبر نادي أفريقي وكأكبر نادي مصري هو فيه يا جماعة هونتوا إزاي سكتين كده وبعدين هو أنا بخلي جمهوري السبعين تمانين مليون مبسوطين إزاي لما بكسب بطولة طيب هو أنا بكسب بطولة إزاي لما بجيب لعيبة كويسين طيب لما بجيب لعيبة كويسين ومدير فن كويس طيب أنا بجيب لعيبة كويسين إزاي ومدير فن كويس إزاي من خلال الفلوس اللي بتخشيلي من البطولات اللي أنا كسبتها فعشان أجيب بيها لعيبة تانية علشان أقدر أوازن كل الأمور المادية علشان السبعين تمانين مليون جمهوري ما يزعلوش ما يتضايقوش هل الكلام اللي أنا بقوله ده عشان تبقوا بس حضراتكم عارفين هناك ضرر كبير جدا جدا حيقع على النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية بالكامل خلال الفترة اللي جاية بالكامل وليس كاس العالم للأندية فقط بعد كاس العالم للأندية هتلعب دور المجموعات في دور أبطال أفريقي وبعد دور المجموعات إنت أثناء دور المجموعات بتلحب الدوري العام المصري اللي مطلوب من النادي الأهلي يكسب بطولة أفريقيا يكسب الدوري العام المصري وحنفضل نعمل كده وحنفضل دايما نحارب في كده ولكن أنا ما عمل فضلك كل واحد يلتزم بمسئولياته ويقف معنا كل واحد يلتزم بمسئولياته ويقف مع النادي الأهلي هو غلطة النادي الاهلي ان هو بيكسب طب يا جماعة نقول ان احنا مش هنقدر نقول هذه الكلمة انا مش هقدر اقول هذه الكلمة ان انا خلاص مش هكسب ومش عايز اكسب بقى وبعدين مسلماني برضو اللي يكون في حون الرجل هتقول لي اسلام انت هتقعد تبرر يا عمنا والله العظيم تلاتة ما ببرر اسمع كلامي وقدره في دماغك كده وشوف الكلام اللي انا بقوله صح ولا لا طيب كاس العلم للاندية مع افتراض او على افتراض ان كاس العلم للاندية تأجلت اربع تيان هيحصل ايه هيحصل زي ما حصل في السوبر اللعيبة قبل مباراة الرجاء في السوبر حصل ايه اللعيبة جت تمرنه خده اجازة يوم وتمرنه يوم ولعبه الماتش والبطولة كانت في نفس الدولة مش هيجي من الكاميرون لبوزابي مش هيلف في اللفة مش هيلف في العالم عشان يوصل فالاجازة اللي حيخدها اللعيبة الاهلي بعد ان شاء الله ما يلعبوا مع منتخبهم الوطني دلو البطولة تأجلت اربع خمس ايام زي ما هو مقترح والنادي ومنتخبنا الوطني وصل النهائي وخد البطولة الراحة اللي حيخدها لعيبة النادي الاهلي حيخدها في السفر في الطيارة من الكاميرون للامارات علشان ينزلوا يعودوا مع موسيماني يوم او اتنين يوم او اتنين ايه يوم نص يوم او يوم ويريح ويتمرن تمرينة خفيفة ويلعب المباراة وتطالب موسيماني وتطالب لعيبة النادي الاهلي ان هم يكسبوا ويعودوا خمسة واربعين دي اه 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 افشة شفتك انا عارف انا عارفك ويعودوا بيتكلموا مع بعض على هذا الشكل الحقيقة حاجة تضحك وحاجة تخلينا نبقى قاعدين وايه يا جماعة اللي بيحصل ده ليه ما حدش بيوقف مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظة هو كلام بيتقال وخلاص وريت لحضراتكم بالصوت والصورة بس از احمد مجاهد مع زميلنا الكابتن هاني حتحوت قال هذا الكلام مش انا هو اللي قال ونادي الاهلي شكروا في كل المواقع وفي قناة النادي الاهلي وفي في الصفحة الرسمية للنادي الاهلي كل حاجة وشكرا وفعلا شكرا كان طالع من القلب لكن يا جماعة ما حصلش حاجة انا كلها كم يوم واللعيبة حتسمشي وتسافر وتروح تلعب وتجي لي بقى ان شاء الله يوم الله اعلم حيحصل ايه وتجي لي يوم كذا ومطالب النادي الاهلي مطالب ان هو يكسب منتير المكسيكي حتى لو تسع لاعبين زي ما قلت لحضراتكم في بداية الكلام او في بداية التشكيل حتى لو عندي تسع لاعبين تسع لاعبين مش موجودين معايا في كأس العالم وبعد كده ياخد اللعيبة بقى مسماني ويشوف الدنيا عاملة ازاي طب اوريكم مثلا مباراة صعبة مباراة مهمة مباراة دربي اهلي وزمالك اخر قمة مين اللي كان بيلعب وريني كده اسمين وريني دي اخر مباراة الشناوي بدر بانون ايمان اشرف علي معلول اكرم توفيق اليو ديانج عمر السلية كل ده مش معانا اليو ديانج عمر السلية حمدي فاتحي محمد شريف وقفشا وبرسي تاو يعني الفرقة وقفشا وبرسي تاو برسي تاو جنوب افريقيا بتلعبش في كاس الامم وقفشا تم استبعاد وده حنتكلم فيه كتير يعني لو قفشا رحكت الفرقة كلها فتخيل حضرتك انا مطلوب مني ان المجموعة اللي موجودة دي ما تبقاش موجودة معاي اللي كسبت الزمالك خمسة واحد من اهمه اكبر الفرقة في افريقيا مطلوب مني ان هي ما تبقاش موجودة معاي فين مش هلعب الزمالك مثلا ولا طبعا النادي كبير وكل حاجة بس كلنا جوا مصري انا اقصد لكن انا هلعب باسم المصر وباسم القرى الافريقية في كاس العالم الاندي ومطلوب مني ان انا حتى الان مطلوب مني ان انا ملعبش بدون ألعب بدون التسعة دول ألعب بدون الفريق اللي بيلعب بقاله فترة أدور بقى ألعب تشكيلة جديدة ألعب مكي سوني باكليفت ألعب كهربا باكريت ألعب محمد هاني وينجليفت مثلا يعني ما هم حقولي ده اللي احنا شايفينه طيب انت ليه بقولي الكلام ده بقولي الكلام ده يا جماعة لانه يجب ان يكون هناك حل لمثل هذه الأمور اللي بيحصل ده ما يصحش انه هو يحصل مع اكبر نادي في أفريقيا وفي الوطن العربي النادي الاهلي ما يصحش انه يحصل كده والنادي الاهلي لن يسمح انه ده يحصل معاه لانه يجب ان يتحمل كل فرد مسئولياته النادي الاهلي بيتحمل مسئولياته زي ما حضراتكم شايفين وبيحاول يعمل اللي مطلوب منه وبيحاول يعمل اللي عليه ألا بلغت اللهم اشهد وبرضه قبل بس مقفل كلامي تحملي للمسئولية كنادي اهلي انا بقدم لمنتخب مصر ست لاعبين وبقدم للمنتخبات تونس والمغرب ومالي تلت لاعبين اخرين بدر بنونو وعلي معلول واليوديان فانا مش عارف الواحد يقول ايه تاني ارجو ارجو ان يتم حل هذا الموضوع خلال الايام القادمة اتمنى ان يتم حل الموضوع خلال الايام القادمة لان النادي الاهلي هيحاول على قد ما يقدر وحيموت نفسه ولعبته هتموت نفسها لكن في الاخر هو ده اللي هيبقى موجود وهو ده اللي بيحصل عشان يبقى كل جمهور النادي الاهلي عارف ايه اللي بيحصل خلال الفترة اللي جاي لو تفتكروا طيب ورنونا قائمة كارلوس كيروش النهاردة بالمرة واحنا بنتكلم عن منتخبنا الوطني لان انا عندي مفاجأة كبيرة جدا هقولها لحضراتكم النهاردة لكل جمهور النادي الاهلي قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهاية كأس الامر الافريقية الشنة ويابو جبل صبحي محمود جاد اكرم توفيق عمر كمال احمد حجازي محمود حمدي الوينش ايمان اشرف فتوح محمد عبد المنعيم محمود علاء وعمر السلية حمدي فتحي امام عشور عبدالله السعيد محمد النني احمد سيد زيزو مهند لاشين عمر مرموش رمضان صبحي مصطفى محمد خمسة وعشرين لاعب ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزي جي ومحمد شريف دي قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهايات كأس الامم الافريقية القادمة تم استبعاد النجم الكبير محمد انا برضو حاجة غريبة جدا بالنسبة لي ان يتم والله ما عشان خاطر الاهلي ولا القناة الاهلي ولا الكلام ده يا جماعة افضل لاعب في مصر افضل assist في مصر افضل واحد بيعمل through process في مصر مش كلامي كلام مصر كلها وكل الخبراء اللي موجودين في مصر واحد من افضل اللاعبين مش هقول افضل ماشي واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر خلال الموسم السابق وهذا وبداية هذا الموسم اللي مطلوب مني تاني اعمله عشان ابقى موجود في المنتخب مصر حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا جدا محمد مجدي افش افضل لاعب في مصر اللي خد بالفعل افضل لاعب في مصر فيه كثير من الاستفتاءات الجماهيرية طبعا واستفتاءات الخبراء يقولك محمد مجدي افش تيجي تسأل اي حد يقولك محمد مجدي افش الأهلي النهاردة مش عارف ماله ووحش ويقولك محمد مجدي أفشا وحش يبقى الأهلي وحش فأنت عدم اختيار أوكي وجهة نظر أنت حر فيها ولكن في النهاية أنا اللي خسرها أنا كمصري شايف فريقي بدون واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين شايف منتخب بلدي مش موجود فيه أفضل لاعب أفضل لاعب مش كلام إسلام ولا كلام محمد ولا كلام الأهلوية كلام كل خبراء مصر ومعظم الجمهور المصري الذي يتطفق على أن محمد مجدي أفشا هو أفضل لاعب في مصر خلال الموسم السابق وبداية هذا الموسم فبالتالي حاجة غريبة جدا ومش مفهومة وأنا عارف أفشا عارف أفشا كويس أفشا مش من نوعية الناس اللي بيعمل مشاكل ما بيعملش مشاكل بالعكس يجي يقولك لما تيجي تتكلم معاه هقولك يا ربنا يكرم منتخبنا الوطني إن شاء الله ومنتخب مصر يقدر يفوز بالبطولة إن شاء الله الفترة اللي جاية بقى موجود مع المنتخب أنا عارف إن أفشا حيقول هذا الكلام أو قال هذا الكلام لناس كتير جدا نتمنى التوفيق لمحمد مجدي أفشا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية هو ده حيستعد بشكل أفضل ما معرفش إزاي لكن حيستعد بشكل أفضل علشان يبقى موجود مع المنتخب في المباراة الحاسمة ويمكن يكون محمد مجدي أفشا زي ما كان له حب أو نصيب من حب كل جمهور النادي الأهلي بسبب هدف القضية ممكن يعالم يمكن هو اللي حيصعدنا كأس العالم إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في شهر ثلاثة ويكون له الدول الأكبر والأبرز في صعود منتخبنا الوطني وهو الأهم الحقيقة أن يكون منتخبنا الوطني في كأس العالم خلال الفترة القادمة بعد الفاصل عملنا تأرير تتوقع إيه لمنتخب مصر وسألنا الناس تتوقعوا إيه لمنتخب مصر في أمم أفريقيا ردوا علينا وقالونا إيه هنتطلع نشوف تقرير عن هذا الموضوع وبعد هذا التقرير فاصل قبل بس ما أطلع فاصل انتظروني سأعلم عن مفاجأة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الأهلي من خلال البيت الكبير إن شاء الله خلال الفترة القادمة مسابقة مهمة جدا 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 كل اللي حيتعمل في هذه المسابقة حيتعمل عشان خاطر جمهور النادي الأهلي فقط لا غير لأن جمهور النادي الأهلي هو اللي حيسافر هو اللي حيسافر هتعرفوا كل تفاصيل الموضوع والمفاجأة اللي كنت أعيلها لحضراتكم بعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل مفاجأة البيت الكبير لجمهور النادي الأهلي هنوصل لأبعد نقطة موقع النص النهائي وقبل النهائي كده يعني هنعد المجموعة يعني إن شاء الله إن شاء الله ناخد البطولة إن شاء الله و هنكسب إن شاء الله إن شاء الله يا قايمة مستر كوروشعل أنا قايمة كويسة بس إن شاء الله رب نقدر نوصل للنهائي إن شاء الله والله أنا توقعاتي إن إحنا أخرنا الدور 16 لأن إنتحادك لو تلحت أول هتقابلي سحر العاكل لو تلحت تاني هتصدمي بالجزاء لأن المجموعة بتاعتنا مفاجأة أفضل توالك فإحنا مشهورنا في البطولة أنا بصعب جدا والله أنا شايف أنه لازم يأخد يعني لأخد لعيبة كويسة واشوفنا في البطولة العربية دي كانت بطولة جيدة يعني أنهما بدأوا يختاروا لعيبة وبتاع وظهرت ناس كتير وفيه لعيبة كويسة كانت موجودة وما راحيت شيء إن شاء الله إحنا مصر على طول بتخش إن شاء الله نأخذ البطولة إن شاء الله نأخذ البطولة أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين مفاجأة المفاجأة اللي حقولها لحضراتكم بالي 4-5 ايام كده لو تاخدوا بالكم دايما بقولكم إن أنا عندي مفاجأة المفاجأة حتبدأ من النهاردة حقول لحضراتكم إيه اللي حيحصل وإيه هي المفاجأة كلنا عارفين طبعا إن النادي الأهلي هو أكبر الأندية الإفريقية مشاركة في كأس العالم للأندية والنادي التاني عالميا من حيث عدد المشاركات ومرتين حصلنا على الميداليا البرونزية من خلال المشاركة في البطولة حاجة من أهم الحاجات الأساسية الحقيقة اللي بتخلي النادي الأهلي يحقق كل هذه الإنجازات سواء محليا أو دوليا هي دعم جماهير النادي الأهلي العظيمة الحقيقة في الحلوة والمرة دايما معاه عشان كده إحنا قررنا من خلال برنامجكم البيت الكبير إننا نعلن عن انطلاق مسابقة من خلالها حيتم الإعلان زي ما حضراتكم شايفين الأهلي في المنديال وده اسم هذه المسابقة حيتم الإعلان عن فائز اسبوعيا ولمدة شهر حيسافر مع الفريق ويحضر المباراة الأولى للأهلي في منديال الأندية المقام في أبوظبي السفر طبعا هيكون شامل تذاكر السفر والإقامة الفندقية وتذكرة حضور المباراة وكل حاجة كل حاجة يعني أنت حضرتك هتجلنا كده بهدومك وتيجي معنا ترينج النادي الأهلي وتطلع معنا نسافر إن شاء الله ونتفرج على المباراة الأولى ونرجع بألف سلامة تقدر تتصل وتبعث رسالة من موبايلك تتضمن رقم الإجابة الصحيحة اللي حنشوفه حنقول لحضراتكم السؤال بعد شوية على الرقم 1795 أو من أي خط أرضي على رقم 09009500 ودايما تبقى تعمل حسابك إن أنت لازم تسجل إجابتك خليني أبدأ مع حضراتكم بالسؤال الأول اللي جايزته زي ما قلت هي الصفر والإقامة وحضور المباراة الأولى للنادي الأهلي مع مونتير المكسيكي في مونديال الأندية عدد المشاركات أو ما هو عدد المشاركات السابق للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية الإجابة رقم 1 12 الإجابة رقم 2 6 مشاركات الإجابة رقم 3 4 مشاركات مرة تانية ما هو عدد المشاركات السابقة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية الإجابة الأولى أو الإجابة رقم 1 12 مشاركة الإجابة رقم 2 6 مشاركات الإجابة رقم 3 4 مشاركات فقط حضرتك كل اللي هتعمله هتختار الرقم اللي انت شايفه 12 6 4 الاجابة الاولى الاجابة التانية الاجابة التالتة وتبعت بيها تتكلم في التليفون او تبعتها على رسالة في حاجة مهمة جدا بس لان انا جات في دماغي فكرة كده عايز اقولها عايز اقول لحضراتكم ما هي الشروط والاحكام الخاصة بهذه المسابقة وهي امام حضرتك على الشاشة السن لا يقل عن 18 سنة ان يكون الموقف من التجنيد معفي او تم انقضاؤه ان يكون الخط الذي تتصل منه ملكك ان تكون حامل لجواز سفر ان تكون حاصل على اللقاح في حالة اختيارك وتم الاتصال بك مرتين ولم يكن هناك اجابة تفقد فرصتك في المشاركة يمكنك التنازل عن الجائزة لاحد الاقارب من الدرجة الاولى لمن تنطبق عليه الشروط كاملة مرة تانية السن لا يقل عن 18 سنة وبقية الشروط والاحكام اللي كانت امام حضرتكم بصوا انا جات في دماغي كده فكرة مجنونة يعني شوية وانا مع حضراتكم على الهوى تعالوا نجرب تعالوا نجرب نشوف شبك نكسب وسافر بيجرب ونشوف الخط حيودينا فين اول رقم اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة هو رقم 1795 1795 كده او ونفتح الاسبيكر ونشوف ايه اللي حيحصل خط مصابقة الاهلي في المونديال خط مصابقة الاهلي في المونديال المزاعة على قناة الاهلي سعر الدقيقة جنيه هنقول على اسعار الدقائق وكل حاجة هتبقى موجودة امام حضرتك مصابقة اسبوعية لفائز كل اسبوع بتذكرة طيرا من القاهرة الى ابو ظبي ذهاب وعودة لحضور مباراة الاهلي الاولى في المونديال شامل الاقامة للتين بالفطار كل اللي عليك انك تجاوب على السؤال انا باعمل يعني تجربة عملية على اللي عايز يتصل برقم 1795 هتكمل بقى الغاية لما يجي لك السؤال وتجاوب عليه انا باوري لحضراتكم على الهواء مباشرة ان الرقم شغاله من دلوقتي اللي عايز بقى من هنا طب امتى حنعمل السحب يوم الاربع القادر لزي النهاردة دم حضرتك خميس او بداياتا من دلوقتي بقى خميس جمعة سبت حد اثنين ثلاث الاربع لغاية معاد الاعلان عن من سيكون الفائز الاول في رحلة على حساب قناة النادي الاهلي حيسافر من خلالها الى يتفرج على مباراة النادي الاهلي امام منتيري المكسيكي اولى مباريات كأس العالم الاندية السحبة هيكون فيني عم اسلام هتعمله هنا لا انا هعمله على الهواء امام حضرتك علشان انا نفسي الحقيقة ما يبقاش عندي اربعة فازة فقط ولا خمسة ولا عشرة ولا مية ان نفسي يبقى سبعين او تمانين مليون اهلاوي متواجدين معانا في ابو ظبي في كأس العالم للاندية ولكن زي ما حضراتكم عارفين حاجة كده حاولنا بس نفكر نهاية تكون حاجة بسيطة نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسعد جمهور النادي الاهلي ويكونوا ممثلين معانا في المجموعة ان شاء الله اللي هتسافر معانا الى كأس العالم للاندية لمشاهدة اولى المباريات مباراة النادي الاهلي ومنتيري المكسيكي ان شاء الله يوم الاربع القادم ساعة عشر ونص سيكون السحب على الهواء مباشرة امام حضراتكم بعد قليل هقول لحضراتكم بقى وحفكركم مرة تانية بهذه المسابقة وحتلقها على كل مواقع وكل الصفحات الخاصة بقناة النادي الاهلي سواء على انستجرام او على تويتر او على فيسبوك طيب انا بحب الحاجات دي اوصلي فخلوني شوية طيب عشان الجبهور يبقى ماشي حاشيني خش على حاضر هخش على أخبارنا خش على أخبارنا أخبارنا أخبار البيت الكبير النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي اعتمد الميزانية المبدئية لشركة الأهلي لكرة القدم وعبد الصادق عضوا بمجلس الإدارة عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعا اجتماعها الأول ظهر اليوم وحضروا كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي ممثلا عن النادي وياسين بمنصور رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي ممثلا عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة بصفته نائبا للمشرف العام على الكرة ومصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والأستاذ إبراهيم المنيسي ممثلا عن مجلة الأهلي والأستاذ عمر شهين المدير التنفيذي للشركة والذي قال أن الجمعية العمومية قررت اليوم تعيين الكابتن علاء عبد الصادق عضوا بمجلس إدارة الشركة وقبول اعتذار كابتن حسام غالي بعدما أصبح عضوا بمجلس إدارة النادي أضف شهين أيضا أن الاجتماع شهد أيضا التنصيق حول العديد من الأمور الخاصة بالشركة من بينها تعيين مراقب للحسابات ومستشارين قانونيين واعتماد الميزانية المبدئية للشركة وأن الاجتماعات سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات واعتمادات تفي بحاجة العمل بالشركة على الوجه الأكمل طيب طيب بيقولولي دلوقتي أنا بس عايز أقول لحضراتكم أن في بعض من جمهورنا وبعض من المتابعين لصفحات قناة الأهل اللي موجودة على سوشال ميديا بيكتب الإجابة على السؤال اللي موجود على السوشال ميديا الموضوع ده مش هيتتخذ بيا جماعة اللي عايز يكسب معانا لازم يخش إما يبعث المسج على الأرقام اللي احنا حطناها لحضراتكم أو ليه 17 1795 أو يتصل من أي تليفون أرضي على 09009500 الكلام اللي حالك بتعمله بس عشان نبقى واضحين الكلام اللي حضرتك بتحطه على السوشال ميديا ده يعني لن يتخذ به أي شيء الإجابات الصحيحة سيتم أو السحب سيتم من خلال رقم 1795 الناس الأكثر اتصالا برقم 1795 أو رقم 09009500 أمير التوفيد كابتل أمير التوفيد طبعا مدير التعقدات وتسويق في النادي الأهلي بيقول التفاوض مع حسين فيصل ومهند لاشين غير صحيح بالمرة كلام الحقيقة سمعناه خلال اليوم من ثلاثة اللي فاتوا أن هناك تفاوض ما بين النادي الأهلي وحسين فيصل وأن كهرباء حيروح مكان حسين فيصل الحقيقة كلام الواحد زهق من كتر ما هو يرد بيتم ترديد هذا الكلام وإحنا بنجاوب عنه ولكن كلام رسمي خرج من مدير التعقدات والتسويق داخل النادي الأهلي كابتل أمير توفيق وقال أن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وبعيد عن الواقع والأهلي لم يتفاوض ولا مع نادي سموحة ولا مع مهاجمه وليس هناك نية لاستبدال كهرباء بأي لعب آخر من نادي سموحة يعني كابتل برضو تكلم عن أمير توفيق أنه هو أمير توفيق يعني تكلم عن كهرباء وقال أنه هو ملتزم جدا خلال الفترة السابقة وسيكون له دور عندما يحدد من موسيماني عندما يتم تحديد دوره من قبل موسيماني منتخب مصر يقترب من مواجهة كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر للكاميرا تمام منتخبنا غالبا حيسفر يوم سابعة فمن المحتمل أن يكون يوم سابعة يناير فمن المحتمل أن تكون هناك مباراة قبل السفر إلى الكاميرا فاكرين بسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي بيقترب أو الأسبق يعني للنادي الأهلي بيقترب من القيادة الفنية للمنتخب النيجري جوزيب بيسيرو المدير الفني الأهلي السابق أو الأسبق يقترب من تولي قيادة منتخب نيجيريا غالف الألماني جرينوت روهر وقال مصدر من الاتحاد النيجيري لموقع في الجول أن التنفيذية للاتحاد وفقت على ترشيح اللجنة الفنية بالتعاقد مع المدرب البرتغالي بيسيرو أيضا رسميا واحد من المديرين الفنيين اللي كانوا بعيدين عن الدوري العام المصري خلال الفترة السابقة كابتن طارق العشري أصبح رسميا مديرا فنيا لنادي طلاقع الجيش الحقيقة كابتن طارق العشري تاريخ كبير من الإدارة الفنية سواء مع نادي حرص الحدود مع بقية الأندية اللي اشتغل معها ولكن في النهاية ظل كابتن طارق العشري واحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقة اللي موجودين في الدوري العام المصري برضو عايز أقول لحضراتكم إن مبارح كابتن عماد النحاس منتهى الاحترام الرجل ده واحد من الناس المحترمة جدا 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 كابتن عماد النحاس يعني عمله هو الحقيقة بقاله فترة عايز يمشي من نادي المقاولين شايف إن الدنيا مش ماشية معاه واللي قال كده كابتن كمان رئيس نادي المقاولين العرب الأستاذ أو المهندس محسن صالح محسن صلاح اللي قال إن عماد النحاس محترم لدرجة أنه فضل مكمل مع نادي المقاولين لغاية لما يبقى عندنا شهر ونص أجازة علشان نادي المقاولين ما يقعش في أي وردة فمش أنا اللي بقول ده كابتن أو المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولين العرب حاجة محترمة جدا وشخص محترم واحد من المديرين الفنيين اللي كسبهم الدولي المصري خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا مع المقاولين العرب ولكن انتهت رحلته مع المقاولين العرب بمنتهى الاحترام والود كل بيسلم على بعضه شكرا نادي المقاولين ده كابتن عماد وكابتن الأستاذ محسن المهندس محسن صلاح بيسلم على كابتن عماد ومشكره هذا هو الاحترام القائم اللي دائما نتمنى أن نشوف كل الناس تمشي بهذا الشكل إذا العايز ينشي طبعا واللي تولى المهمة مديرا فنيا لنادي المقاولين العرب هو كابتن محمد عودة اللي كان مديرا فنيا لنادي المحلة لغاية أول مبارح بالليل أو لغاية مبارح بالليل فهو كان فيه شرط جزائي دفع الشرط الجزائي ومشي راح ممسك المقاولون العرب شاركونا على هاشتاج كريم وسابت مع الشاطر من أفضل لاعب في النادي الأهلي خلال عام 2021 وحنستعرض كل آراءكم أثناء الحلقة في حصاد الأهلي لعام 2021 بعد الفاصل مباشرة كريم سعيد وأحمد سابت في ضيافة البيت الكبير شاركونا مرة أخرى على هاشتاج كريم وسابت مع الشاطر من أفضل لاعب في النادي الأهلي في 2021 نطلع فاصل وبعد الفاصل كريم سعيد وأحمد سابت في ضيافة البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أزاي المشاهدين كريم سعيد وأحمد سابت بيتفاوضوا معايا بيتفاوضوا معايا بيقولولي إيه؟ نسافروا قلت لهم لا أنا مليش دعوة أنا مليش دعوة خالص حضرتك ابعت أو اتصل يا تسافروا إزايكوا إزايك كريم؟ عمل إيه؟ عملوا تمام؟ عمزيك أبو أمان معايا دعوة مجانية أنا كله دلوقتي بيقولي أنا عايزة يسافر كله بيتفاوض معايا دلوقتي على ليس سافر على فكرة أنا مليش أي علاقة ده هي حاجة كمبيوترية يعني كمبيوتر هو مشان اللي هختار وحتبقى على الهوى يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله هيبقى الموضوع على الهوى أمام حضرتك تفتح تلاقي ممكن تلاقي اسمك تسافر تتفرج على المباراة الأهلي ومنتيري إن شاء الله أولى المباراة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندياء فطبعا أنا كريم أحمد حتى لو شفت رقمهم أنا هحفظه لو شفت رقمهم هل بو شوف حد تاني إزايك كريم؟ إزايك السلام قلو كويس؟ الحمد لله طب الحمد لله خلينا أبدأ معك بمنتخبنا الوطني وهو الشغل الشاغل الحقيقة طب ومش عشاننا في قناة النادي الأهلي الحقيقة ولكن أنا بشوف إن محمد مجدي أفشا أفضل لاعب في مصر خلال الموسم السابق وبداية هذا الموسم هو من أفضل أربعة أو خمسة لاعبين كيف لا يمكن أن أختار أو كيف يمكن أن لا أختار محمد مجدي أفشا في 25 لاعب موجودين مع المتخب مصر اختيارات فينا هو حر ويعمل اللي هو عايزه ولكن أنا بتكلم بمنتهى الحيادية والأمانية طب طب وقتها مليون في المية كيروش هو حر تماما في اختيار قائمته وفي الأوراق اللي هو شايف إنها تقدر تحقق له النجاح اللي هو مطالب به وتنفذ له السيستم اللي هو عايز ينفذه ولكن إحنا من حقنا إن إحنا نعقب ونحلل القرارات اللي كيروش بياخدها من ساعة بما جه مدير فني وأنا هنا أصدحك قرارين مهمين قايمة كاس العرب وقايمة كاس الأم أنا وجهت نظر الشخصية ما حدث النهاردة ما أقدرش أوصفه إلا بالجنون جنون قرار مجنون فنياً اللي اتاخد النهاردة بدايتاً كاف والانتحاد الأفريقوي بيديني المساحة إن أنا أختار 28 لعب بسبب ظروف كورونا وأكد لي إن كل اللعبة الزيادة هيتحمل تكاليف إقامته يعني عرض يعني زي بالزبط عرض المسابقة لحلقة إن شاء الله كسبنانا وثابت فيه في الأسبوع الرابع بتصدقه هو هو أحد يصدق الكلام ده ابعته حتشوف تمام؟ الراجل فجئنا النهاردة هو اختار 25 واختراش تمائة وعشرين لا معليش تاني يا كريم هل ده شيء آه معلن يعني؟ آه منتخب كلام اختار تمائة وعشرين إحنا منتخب المغرب كان أعلن خمسة وعشرين بعدين يزودوا ثلاثة اللي فيهم بانون إحنا لا إحنا لا إحنا ليه تمائة وعشرين ليه؟ ده إحنا نختار خمسة وعشرين بس إحنا جمدين جد مهم يعني فدي أول قرار في وجهة نظري خاطئ من المدير الفاني إذي قرار اللي إنت بقى بسبب للقرار ده حجمت المراكز كلها في يعني أسماء مخالفة للي إنت اخترتها في كاس العرب واحد دي مثل محمود علاء محمود علاء في وجهة نظر الشخصية لازم يكون على دكة البودلاء طالما إحنا اخترنا الوينش وإحجازي وأيمن أشرف طبعا واخد أيمن مش مساك واخد أيمن باكليفت طبعا محمود علاء أنت درد خط طب أخدتوش بطولة العربية لأنت مخدتوش في البطولة العربية أنا مش فاهم هو عايز بطولة العربية التوخير التجربة ولا راح تنافس ولما بدأنا لنافس طب مثلا مراوان حمدي عادت تعشمه 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 وحرقت دمنا وعملت مشكلة كتيرة جدا 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 مع الولد همرو الزم يا مراوان حمدي بالعقل كده هيك روشي قول نلعب يا ابن تمامين دي قدام تونس طيب أنت بعد كل أنت عملته ده وحطمت محمد أنا بقول لك كل صراحة وأصرت لمحمد شريف نفسيا في حاجات كتيرة ونزلت محمد شريف في ماشته رابع اللي هو لحد ما ملوش أهمية كبيرة قوي النهاردة أنت بلا تتخلع مراوان حمدي خالص وبتحط محمد شريف في القيام أنا ملعبش راس حربة أي ولا مرء في حاجات في تصرفات غير طبيعية طيب نجي بالمحمد باندي أفشة طيب مجدي أفشة بدون أدنى يعني منافس صانع الألعاب الأول في مصر في عام 2021 لا والله أبدا طيب ببساطة اللي أنا بقوله حد يقولي يا كريم أنا آسف لا كلامه غلط في فولان أخي عبدالله السعيد اللي أنا أختار عبدالله السعيد لعب خبرة طبعاً أنا بقولي الكلام ده يعني اللي حيترد عليك صح صح ما هو فيش غيره والقائمة النهاردة البلايميكر الوحيد فيها عبدالله السعيد عبدالله السعيد لعب عنده 36 سنة لعب خبرة عالية جداً 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 يمتلك من الزكاء داخل الملعب حاجات كثيرة جداً وعبدالله فعلاً من الأيام ما كان مع النادي الأهل بنتكلم على واحد من أهم اللاعبين في مصر في آخر 10 سنين ولكن النهاردة كيروش خد بعض القائمة وعشرين مش هي نسخة عبدالله السعيد 2017 مع هكتور كوبر أو حتى مع الكابتن حسنان بدري لما كان مديل فني للأهل لأن فيه فوارق بدنية والياقية أكيد في الأربع سنين تغيرت وبالتالي النهاردة لما أنا أقول صانع ألعاب مصر الأول في القايمة اللي راح تلعب كاس الأمم أفريقية عنده 36 سنة ومالوش بديل في القايمة فأنا أشوف أن تاني كيروش خد بعض القرارات غير المنطقية إضافة على هذا أنا أبدأ الأمانة بكل صراحة أبص على الأخبار اللي تم تسريبها عن وجود مشاكل داخل الجهاز الفني وأنه هو يعني منفرد بالقرارات وأنه ما بحبش حد يتدخل معه في الاختيارات وواضح جدا أنه ما فيه استحقه يا كريم معلش أنا أتبكي على سيستم سيستم أوكي لا أتبكي على مشاكلة الجهاز الفني أنا كراجل مدير طبعا أشارك هو كيروش أجيب مليون في 100 كيروش أنا اللي بختار قول لي لا يا كريم عايز محمد مجدي أفشل اللي مش عايز أنت عايزه أحمد سايد أحمد سابت عايز أحمد عايز مجدي أفشل اللي مش عايزه لا عايز مجدي أفشل مش عايزه آه عايزه طيب أوكي ماشي أجا نكتب الأسماء حكتب أنا أن محمد مجدي أفشل كان هناك ضغط كبير مش ضغط يعني كل الأراء المساعدين لكارلوس كيروش كل المساعدين كانت بوجود مجدي أفشل أكيد ده مليون في 100 بوجود مجدي أفشل ووجود طريق حامد بالمناسبة طبعا ودي النقطة رخية جدتها أولها طريق حامد النهاردة إحنا بنتكلم على مدير فني بيلعب بطريقة 4-3-3 طريقة 4-3-3 أكتر أربعة لعيبة أو أكتر خمس لعيبة بيتم استهلاكهم بدنيا هما الثلاثة بتخطر وسط والاثنين فول باكس دول أكتر خمس لعيبة في الحداشر بيجروا في الطريقة دي طريقة حامد أوكي كان واضح جدا فيه مشكلة شخصية ما بينك وما بينك طريقة حامد نتفق أو نختلف واحد من أهم لعب الارتكاز في مصر في آخر 10 سنين أعليف شوية نتكلم على طريقة لعبه ونتكلم على وقوع لكن طريق حامد من أفضل لعبي خط الوسط في مصر السنين وأنا بلعب بطريقة وانت بتقول كده وانت في خناة الأهلي خلي بالك نحب نتكلم كورة وأنا بتكلم عن مدير فني بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة طيب التادة دا استخدم في خط الوسط اللي هو طبعا أكيد منهم عبدالله السعيد أكيد منت المختاره صح طيب حمدي فاتحي والنني والسلية هتبقى غليبة شوية ما فهمش لعيب عنده الحتة الزيادة أو الحتة البلايميكر لانت استغيط عن أفشا يعني انت عمل كوكتيل كده غريب طيب طريق حامد النهاردة افرد انت حد عندك في نص الملعب الشوت الثاني في موتشو أنجولا هناك لاعب كده زي ما انت بتقول ماشي لطريق حامد في كاس الأمة أفريقية يوضح ويؤكد ان انت عندك مشكلة شخصية معي ده مش فني لانت لو قلت لي ده فني لأ أنا آسف ده هنا فيه أزمة كبيرة جدا لانت النهاردة تتخلى عن واحد وقامت فين يا يا كبد الإسلام بطوط أفريقيا لانت أصب تحتاج فيها لاعب قوي بدنيا صح قوي يقدر يصد مع خط وسط نيجيريا يصد مع خط وسط غاندا يصد مع خط حتى إيفن السودان وإن شاء الله لما نتقاهي بإذن الله فين هنا أنا بتكلم عن معايير لازم حاسبك عن معايير لما أسألك أقولك التخطي ده بناء على إيه تقولي أول الله استبعي ده حمد رفعت ليه نعم استبعي ده حمد رفعت ليه معرفة والله معرفة فعليا والله معرفة طب طب ما ربضان صبحي بعيد بقاله فترة عبدالله نفسه عبدالله عنده كورونا مبعيد بقاله فترة دخلته المنتخب طب تريس جيه طبعا تسجيه اسمي بيه جدا وحنا فرحلين جدا 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 أن تسجيه رجع المنتخب تسجيه بلعب شكورة بقاله أكثر من تسع شهور تسع شهور طب واحد زي إبراهيم عادل لعب زي إبراهيم عادل بنتكلم هنا على العدل هيقولي جوا قرارت نفسه النهاردة الولاد مقطع نفسه فعليا ومكتهد جدا جدا ولعب بلاي ميكر ولعب سي اف ولعب اس تي ولعب مهاجم صريح ده دولياتي هو قاعد في بيته يقولي بس أنا مش شايف معايير بصراحة للاختيار ولكن الرجل حر في قراره وهنحسبه على القرار ده في النتاجة الحق أنا كل ده يا جماعة بناخد رأيي كريم لسا ناخد رأيي أحمد ثابت كريم بيعلوه عشر ده بيه يمكن رأيي يعني ممكن أنا أبص على العقل كيروش فكر إزاي يعني التجربة كيروش فكر إزاي نقوم بصراحة ده كويس فأنا أنا شايف إن اختياراته مبنية على طريقة لعبه هو كيروش عامل إيه بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة أوكي خلاص طبعا هو مبدئيا طريق حامد وأفشا كانوا يستحقوا الاثنين لانضمام للمنتخب ولكن ما فيش قايمة منتخب ما بيحصلش عليها عطرات خاصة لو أنت رايح بطولة كاس عالم أو كاس أمم أو أي بتحطى المغرب فيها الكلام ده ممكن يبقى النقطة فين طيب وأنا لو اخترت طريق حامد على حساب مين ما أنا هقول لحدك أو بالأسماء طيب لو اخترت مبنية أفشا على حساب مين ماشي هقول لحدك تعال نمشي مركز مركز فضر ماشي أول حاجة في حراسة المرمة هو مختار أربع حراس أربع حراس محمد الشناوي أبو جبل محمد صبحي محمود جاد تمام الأربع حراس هل فيه جدال إن فيه حارس معهم مثلا أو ممكن حد يخش أعتقد أن الأربع ماشيين بشكل كويس أربع حراس هل سيخرج؟ ماشي مهو الرابع ممكن يحصل إصابة يحصل حق مهو الراجل ممكن أربع كتير أربع كتير شوية أربع حراس مش وحشة قوي يعني مش يعني شايفة مش يعني مش وحشة قوي هيستبعد واحد ما فيش مشكلة يعني طب تعال بقى نشوف بقى المراكز أنا شايف أن كل مركز هو واخد مركز والبديل بتاعه يعني ده ده اللي بيدور في عقله تعال نشوف الباك اليمين هو واخد مين باكي مين؟ أكرم توفيق وبديله عمر كمال استبعد مين؟ استبعد أحمد رمضان بيكهم اللي كان مفروض في المكان ده وأحمد فتحي برضو ما خدوش هو اقتنع بعمر كمال في الكاس العرب وأكرم توفيق ماشي بشكل كويس هو غالباً الحيبة الأساسي أكرم وبديله عمر كمال طيب تعال نشوف المساكين والاتنين الأساسيين بتقعوا مين؟ أحمد حجازي والوينش مين بديل حجازي؟ محمد عبد المنعم ومين بديل الوينش؟ محمود علاء طيب كان عنده مين في كاس العرب؟ كان عنده أحمد ياسين اداله وواضح أنه ما اقتنعش به قوي أو خبراته قليلة وهو اقتنع بمحمد عبد المنعم أكتر اللي اختياراته بتقول كده إن أنا اقتنعت بمحمد عبد المنعم أكتر شايفه مدافع بروميسنج فحطه مع حجازي والوينش ودخل محمود علاء ده اللي يعتبر غريب شوية بالنسبالي يعني محمود علاء طيب انت مخدتوش معاك في كاس العرب ورحت مدخله كبديل ماشي ممكن يكون ده دليل إنه ما اقتنعش به أحمد ياسين بتمركزات خلي بالك مباراة الأردن اعتقد كان لها دور في عدم الاختناع به أحمد ياسين نحديد ده مباراة الأردن اتعالى بقى للباكلفت الباكلفت مين؟ أحمد فتوح ده الأساسي مين خد بديل؟ كانوا متوقعين محمد حمدي استبعد محمد حمدي وأخذ أيمن أشرف باكلفت اللي هو أصلاً كان بيلعب أيمن أشرف فيه؟ ارتكاز ومساك فتفكيره تغير واخده كبديل عشان كذا مركز عشان جوكر والحاجة التانية أيمن خبرة بيلعب أفريقيا ولعيب كابتن ومنكباتن النادي الأهلي فاخده ده بالنسبة للخيارات طب تعال نشوف بقى الثلاثة الارتكاز اللي هم عليهم الأزمة كلهم من اللي بيلعب في مركز طريق حمد اللي هو الارتكاز الدفاعي حمدي فتحي أعتقد أنا شايف أن حمدي فتحي أفضل ارتكاز في الحتة دي بديله مهند لاشين هو الراجل مقتنع بمهند لاشين من أول يوم جي فيه ده قناعات شخصية عند الراجل هو مقتنع بمهند لاشين يمكن شايف أعتقد أنه شايف ممكن أنه كورته أحسن شوية من طريق حامد طريق حامد كورته أقل شوية من مهند لاشين ولكن طبعاً طريق ووركريت أعلى استخلاص الكورات أعلى فهو ده يعني ده تفكيره ممكن حمدي فتحي بديله مهند لاشين طبعاً على الناحية التانية اللي هو الارتكاز اليمين مين عمر السلية الأساسي واخد مين بديل عمر السلية؟ أحمد سادزيز إمام عشور أو إمام عشور إمام عشور الناحية التانية مين؟ الارتكاز التاني مين بديل النني بقى اللي عليه الأزمة؟ عبدالله السعيد هو قناعاته اختار ممكن خبرة عبدالله السعيد أو بصراحة هو من أول يوم جي في المنتخب وهو مش مقتنع بأفشة من أول يوم باين جداً أنه هو وانا مش عرف لي يا جماعة أنا دلوقتي وأنا برضو مش عشان احنا كلنا تكلمنا عن طريق حامد مثلاً لكن أنا مثلاً عايزة أعرف دلوقتي واحد مش عارفش لو تقول لي أرقام أفشة مثلاً أفشة أرقامه أعلى من عبدالله السعيد أفضل أرقامه أعلى من عبدالله السعيد وبعدين مقدم بشكل كويس بس لعيب أصغر في السن وأصغر في السن بس خلي بالك هو هي طبق قناعات في المعاشر بديل إذا برضو شرحاني الحتة دي أكاد لأ عشان بعض السن مشاهدين يعني يبقوا معانا في الحتة دي عامل السن في المنتخب ده عامل مهم ومؤثر ولا لأ طبعاً عامل بس الخبرة هقولك على حاجة لو الخبرة كنت خدت أحمد فتحي مثلاً مش خبرته أعلى من أكرم وأعلى من هناك تشكيل سابت واضح لكروش اللي هو هيلعب به ده مليون المئة ده التشكيل الأساسي بتاع المنتخب النصر واضحة يعني اللي هو مثلاً الشناوي أكرم حجازي الوينش أحمد فتوح حمدي فتحي عامل السلية محمد النني محمد صلاح عمر مرموش مصطفى محمد ده التشكيل الأساسي طب عامل السلية مصاب اللي هو مصاب في أول مطشين غالباً هيدخل مين؟ عبدالله السعيد هيبقى ده التالت بتاعهم تعالى بس نكمل بقية الهجوم محمد صلاح مين بديله؟ واخد زيزو برضو مصطفى فتحي كان لعيب كويس وماشي بشكل كويس وكان يستحق بس هو أكتنع عن زيزو بدنياً بدنياً آه فهو شايف زيزو تمام؟ الناحية الثانية تعالى نروح مين؟ عمر مرموش واخد بديله مين؟ تريزيجي تريزيجي ورمضان صبحي هو واخد تريزيجي في مكانين يعني تريزيجي يشتغل في الارتكاز الثالث وبديل لمحمد صلاح ويمين وشمال الاتنين يعني ثلاث أماكن لتريزيجي تمام؟ رأس الحربة مصطفى محمد بديله مين؟ محمد شريف فيه برضو هنا نقطة السؤال برضو يحير شوية افرد حصل إصابة لمصطفى محمد لقدر الله؟ هنعيش البطولة كلها بمهاجم واحد مع عمر موش مصطفى محمد طريقة لعبه مختلفة مختلفة لو لعبت بطريق مصطفى محمد هتبقى محتاجة للتعامل مهاجم محطة بتطلع عليه محمد شريف مش كده عكس كده محمد شريف طبعا يجب أن يكون هناك اختلاف دايما في نوعات اللعبين اللعبين بس المهاجم المنتخب اللي زي مصر بيبقى محتاج أكتر من رأس حربة نوعيات مختلفة بمعنى هي طريقة لعب أنا كمدير فني بلعب على مهاجم تارجت ولا بلعب على محمد شريف بلعب على مهاجم رانر ولا تارجت صح بلعب زي جوالديولا مثلا من غير أنا بمعنى الكلام اللي هو عامله ده هو مش مفاهمك ان هو بيلعب أو حتى كان خد ثلاثة حتى كان خد ثلاثة مثلا واحد متحرك زي شريف واثنين تارجت واثنين شبع بعض بالزبط كوكا ومصطفى ده دي الحتة أو أحمد ياسر ومصطفى لكن بالنسبة الاستبعاد أفشا واستبعاد طريق حامد هو واضح من أول يوم ان هو مش مكتنع قوي بكدرات أنا شايف كده بصراحة من أول يوم يعني حتى لما جاءوا جاءوا ايه سبب عدم الاقتناع في ظل يعني أنا راجل مثلا أنا أحسن واحد أحسن لعب واصل أحسن صنع على العفو مصط السبب الأساسي ان هو تفضل فأنا قصد أقولك ايه ان انا كمحمد مجدي أفشب انا قاعد مع نفسي في البيت كده والله بجد أنا هبقى قاعد مفكر هو ليه الراجل ده بعم معي كده مع ان انا أفضل واحد عملت أسستات خلال فترة اللي فاتت كسبت مع النادي الأهلي أفضل نادي في أفريقيا وكسبت مع النادي الأهلي أفضل لعب مهاجم بيعمل أسسته أفضل صنع ألعاب وأفضل 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 عفوا لما بيطلب مني ان انا نلعب في وسط الملعب بلعب في وسط الملعب بلعب ما بيكون مستويق أقل بس بلعب والنادي الأهلي بيعتمد علي بشكل كبير أنا كمحمد مجدي أفشة وأنا قاعد كده وباصيس يعني مثلا مراته قاعدة معي قولي يعني اعمل ايه تاني اكتر من كده عشان ألعب في منتخب مصر وكسب منتخب بلدي ممكن عشان أفشة مركز عشرة صريح والراجل بيلعب بتلاتة ارتكاز اتنين ثمانية فهو قد يكون شايف ان أفشة في حتة الثمانية مزاي عشرة عبدالله أتوقع ان هذا الشيء أنا أتوقع ان هذا فكرتك سواء بس انت عايز تقنعني ان عبدالله السعيد في عشين واحد وعشرين ستلاعب ارتكاز ثالث قدام اي فريق في أفريق سواء أسهل أقل أقلم قدامنا المتخب السوداني ستلاعي عبدالله السعيد في واجبات دفاعية وتقوله خذ المسافة دي رايح جاي كل شوية وهو هتفوق على مجدي أفشا لياقيا دلوقتي ده غريب أنا كمجدي أفشا احساسي من جواه يعني أنا كمجدي أفكر إذا في الموضوع يعني أعود كده مع نفسي طبعا أنا متأكد لأننا الحقيقة عارف أن محمد مجدي أفشا واحد من اللاعبين نفسيتهم حلوة جدا يعني هيتل أقول لك إيه يا جماعة وده طبعا ده طبيعي نحنا كلنا كمصريين ولكن أنا غيرتي أن أنا عايز ألعب عايز أبقى موجود مع منتخب مصر عايز أكسب المطشاة عايز أحاول أن أنا أكسب المطشاة أنا بشوف أن مجدي أفشا أنا بقول لك أهومن دلوقتي ما عرفش أنا حاسس بكده هيكون له دور في سعود مصري لكاس العالم إن شاء الله لأن الظلم وحش كابت لأن طبعا الظلم وحش الظلم في الكورة وكمان الظلم في الكورة بيبقى مبني على خيارات زي مسلا ببساطة عشرين أكمل على الأسلوب اللي أحما كنت أتكلم فيه وأنا عجبني الطريقة مهند لاشين لما أجي أختاره النهاردة على حساب طريق حامد حاسق هنا سؤال مهم قوي مهند لاشين خبرته الأفريقية سواء في الأندية أو المنتخبات كم في المية؟ اللي جابة صفر مش حتى واحد في المية صفر صفر طريق حامد بنتكلم على سنين كتيرة نفس أمر مجدي أفشا مجدي أفشا عامل وعنصر أساسي في فوز النادي الأهلي باتنين دوري أبطال أفريقيا وربع عنصر أساسي فبنتك تتكلم على استبعاد سيبة من الفنيات تتكلم على خبرة كبيرة في ملاعب الأفريقية السيئة قدام الأندية اللي بتلعب بأسلوب لعب عشوائي وضرب وإخناقات انت خسرت كل الخبرة دي لمجرد أن انت عندك فكرة في دماغك أنا بصراحة يعني الله أعلم هي يعني محدش فهمها بس هي قناعات يعني المدرب الأجنبي بيبقى عنده قناع يعني بقولك لما كنت مع خفير أجير اشتغلت معاه مباراة واحدة مع كابتن هني رمزي احنا كنا حطين قايمة جي خفير أجير عمل نفس كده هو القناعات الأجنبية عند الراجل مدرب أجنبي بيبقى مقتنع بلعب معين شايف في ميزة معينة عايز يطلعها يعني زي مهند لشين أعتقد أنه قد يكون شايف أنه كورته حلوة من تحت يعني هو برضو حتى مختار حمدي فاتحي حمدي فاتحي بيعملوا الدور ده كويس أو مع النادي لأهل دور الليبرو المتقدم اللي هو كورته حلوة من تحت فهو عايز واحد مقارب ليه مهند لشين دي الفكرة برضو أعتقد أن ده يعني ده ده اللي بيدور في عقله برضو النحية التانية هو ممكن يكون شايف مثلا أفشة بدنيا معرفش يعني عبدالله السعيد برضو بلعب ستين ديئة بس لو قلنا مثلا أن أفشة بدني مش عالي قوي في البدني أو في القوة البدنية عبدالله السعيد بلعب ستين ديئة هتاخده آخره هيلعب خمسين ديئة في المتش وبعدين هتضطر يتغيره ده اللي هيحصل يعني مباراة نيجيريا لو بدأتها بعبدالله السعيد لأن عمر السلية مصاب في أول متش هيبقى غالبا التشكيل زي ما قلناه كده هيبقى مثلا اخلى بالك الكلمة اللي انت بتقول في المتش فاكر المتش الليبي اللي حللناها في الحالة الهجومية وأنا بهاجن عبدالله سعيد هيلعب تمانية ما هيلعب عشر قدام هيلعب عشر هيزيد هي طريق لعب كروش أربعة تلاتة محمد صلاح هو اللي بيبقى صانع لألعاب بتاع المنتخب والونج بيتحول كمهاجم تاني يعني هو عمر مرموش هيبقى مهاجم تاني جنب مصطفى محمد صلاح بيخش للعمق وكسناع العالي عبدالله السعيد هتلاقيه وارا المهاجب اه طبعا طبعا عبدالله بيخش ايه طبعا عبدالله مع عمر مرموش بس هو احنا لو تفتكر ماتش ليبيا كنا حللناه اربعة تلاتة تلاتة كان بيلعب بمين السلية والنيني وعبدالله السعيد ده في الحالة الدفاعية اه بعدين هو هو في الاول ما كانش مقتنع بنسبة مية في المية بحمد فاتح قوي فاول ما جاء خالص بعدين لما شاف الاداء وشاف اللاعب على طبيعة الملعب بقى بالنسبة له رقم واحد حمد فاتحي من ساعة لما نزل في المباراة اللي هي تقريبا بتاعة انجولا ولا قبلها اقتنع بي بقى عنده حمد فاتحي رقم واحد جنبه السلية جنبه النيني بعدين بدأ يدخل يرجع تاني عبدالله السعيد فهي هي كانت المقارنة ما بين عبدالله وافشا واحد من عبدالله بالنسبة لهم كده ده تفكيرهم يعني انا اعتقد ان ده اللي كان بيدور في عقل كارلوس كيرو بس الاكيد كابت اسلام ان تجربة كياس العرب لم نستفيد منها اي شيء ده الاكيد خسرنا معنويات لعيبة كتيرة وطبعا خسرنا البطولة تماما فكت يا في وجهة نظر الشخصية كتسهلة انها نكسل البطولة دي تخطيط فيها كان سيء جدا كمان انت تسببت في وجهة نظر الشخصية انك بنيت حواجز مع لعبين كتير وربما ده في بطولة مجمعة بتبقى معتمدة على الجزء النفسي اكتر منه جزء الفني حتى الحتة دي كنا دايما بيتكلم عليها ايام كابت حسن الشعاعات البطولة المجمعة بتبقى عايزة جزء معنوي واللعيبة في افضل دور المجموعة المعاونة لكارلوس كيروش تايق لي يعني في كل الاحوال اللي حصل حصل وكامة اختيارها ربما يكون فيه مساح خلال الـ 48 ساعات جايين او من غاية يوم الجمعة ان احنا نعمل زي المغرب نضيف ثلاثة ونضيف ثلاث لعبين ربما وأتمنى تبقى خطوة من الجهاز فني كويسة هم الـ 28 بيسافروا اه 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 ما زي بدر بنون بدر بنون بس في حالة كورونا بس في حالة كورونا لو حصل لقدر الله لأي لعيب جاله كورونا بيحصل استبدال بالزبط لكن هم الـ 23 القسيين والخمسة اللي هم لاستبدال في حالة إصابة كورونا فهو اخد اتنين بس استبدال بالزبط واحد حالس مرمى هو واحد ما مش معروف بقى اللي هو ايدي اه 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 اختيارات وجهات نظر وتاني احنا دورنا كناس محللين ومتابعين للأمر فعلا من حقنا من حقك انك تعمل انت عايزه واحنا من حقنا بعد بقى ما نخلص البطول نشوف الناتج اللي احنا تحصلنا عليه قدام اختياراتك وضعا في الاعتبار دي ما يبقى معلوم كيروش في عقده مع اتحاد الكورة غير ملزم خالص بالكاس الأمم هو كاس العالم بس اذا لا يفعل حتى لو خرج من دور المجموعات حتى لو خرج من دور المجموعات عقده مع اتحاد الكورة غير ملزم بتحقيق اي شيء في كاس الأمم اول تارجت او اول هدف عقد ده رسمي ده اللي ما ضع عليه مع كيروش هو الوصول للمونديالي يه اه جميل انا محلو جدا يعني كده كده شهر للغت شهر ثلاثة ونشوف اللي هيحصل ايه في شهر ثلاثة وننتظر ماذا ساعد سؤالنا كان ايه في المن هو لعب العام في النادي الاهلي عشان هنعمل حصاد او استفتاد دلوقتي مين بقى متقولش مين طبعا بس يعني نلعب شوية فيه فيه اسام كتير لعب العام اه ممكن الناس اختار اه هاشتاج كلمه ثابت مع الشاطر محمد هاني اتنين بيقول محمد شريف وعلي معلول ماشي اه منار بتقول والله كل الفرق نجوم وخاصة للشناوي وعلول وقفشة والسليه مصطفى تافى بيقول افضل لعب في العام الفين وحد وعشرين والنادي الاهلي سيد عمر بيقول افضل لعب في الاهلي لسنة اتنين وعشرين الشناوي ايمان اشرف عمر السليه عبد الرحمن محمد بيقول محمد شريف هو افضل لعب في النادي الاهلي خلال 21 ألاء أو علاء حمد فتحي والسلية دكتور عماد بيقول محمد شريف معدل تهديف ممتاز وكان له دور كبير في العشرة بأهدافه الحسم محمد مون بيقول محمد مجدي أبش أحمد عبد الرازق عمر السلية أبو تميم محمد شريف حازم صلاح بيقول أكرم توفيق عمر إبراهيم بيقول السلام عليكم سائل فل على الكبات نعتقد أكرم توفيق حمد فتحي عمر السلية هما أبرز لعبين في النادي الأهل محمد سكر عمر السلية أداء سابط طوال الموسم شرف بيقول واحد من حمد فتحي أو السلية أو أكرم أحمد بيقول أفضل لها بالنادي الأهل يحتاج عماد النحاس كمدرب عام منشوف محمد حبيب أفضل لها من وجهة نظر هو كابتن محمد الشناوي ربنا يحفظ تمام؟ عسام فاروق بيقول أليو ديانج أو إليو ديانج فناس كتيرة جداً كتبة ما بين بقى السلية حد كتب الدبابة أليو ديانج ده شريف صلاح أبو عبدو بيقول أفضل لعب مش لعب واحد علي معلول الشناوي أكرم توفي إليو ديانج محمد شريف يعني الفرقة كلها سليم عبد الباصد بيقول أفضل لعب هما الحداشر لعب هنكمل كل بعطلنا على عشتاج سابت وكريم أو كريم وسابت مع الشاطر بعطلنا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها أو وقولنا من هو لعب العام في النادي الأهلي هذا الموسم من وجهة نظر حضرتك نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع لك أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كريم خليني أبدأ بيك أيضا وإحنا بنتكلم عن دوري أبطال أفريقيا نعم ومسيماني بيختار أربع أو تلات فرق من أقوى الفرق الأفريقية أكيد طبعا أورع فوجة نظري صعبة أورع مش سهلة وبرضو مش عايزينا نجرف للكلام أن النادي الأهلي يوقع في أورع سهلة والأنديا في السودان بتواجه بعض المشاكل طبعا هذا حقيقي لكن لازم نحن مستعدين وشايفين أن المحافظة على لقب دوري أبطال أفريقيا كابتس لابن الموسم الثالث على التوالي أمر صعب للغاية يعني من السهل خالص نحن نلاعب سانداونز للمرة الثالثة على التوالي المرة دي في دور المجموعة تاني هنا بقى في نظام تجميع نقاط مش نوك أوت زي السنتين اللي فاتوا ريخ والهلال طبعا حتى مع كامل الاحترام للظروف بيمر بيها ولكن يابكو طبعا أنديها كبيرة وأسمعها كبيرة وشوفنا حتى مباراتنا مع المريخ السال في العودة كتب مباراة صعبة حتى هتعدلنا في ديئة تسعين بجون ياسي إبراهيم أتمنى المستوى الشخصي أن الأشقاء في الناديين طلبا أن هم أكيد في بعض المشاكل في موضوع اللعب داخل السودان وإن كان في بعض الأخبار بتقول أن نادي الهلال منتظر وفد لجنة من الكاف في شهر يناير عشان يعمله يعني متابعة لحالة الملعب بشكل أخير بس نادي الهلال والمريخ الحقيقة من الأندية المحبة الحقيقة والجمهور السوداني جمهور محب للجمهور المصري وإن شاء الله تبقى الأمور جيدة وإن شاء الله يحصل ما قدناش أي مشكلة في أي حاجة على الجانب الآخر برضو شايف المجموعات كلها إزاي طبعا أصعب مجموعة مقارنة ببقى المجموعة مجموعة النادي الأهلي أنت بتتكلام من النادي الأهلي وصونداونز والهلال والمريخ يعني طبعا مجموعة صعبة جدا بس أنا شايف أن مواجهة صونداونز في المجموعات أفضل ما توجهه في دور التمانية وطعب الأعصاب اللي بيحصل كل مرة السنة اللي فات طبعا الأندية كبيرة بس ما تقابلوا في دور المجموعات بتتجنبوا في دور التمانية شوية فدي بتبقى كويسة نوعا ما الهلال والمريخ طبعا فرقتين بيمروا بعدم استقرار تغيير مدربين فنيين ولكن مشكلة اللي هي الملعب دي ممكن تأثر عليهم شوية إن شاء الله يعني يجي يلعب في القاهرة بإذن الله المجموعة الثانية الرجاء وحرية الغيني وفاق ستيف وامازولو مجموعة قوية جدا وامازولو هو الحصان لسويد يعني امازولو ده بيدربوا مكارسي وفرقة كويسة جدا ودايما الفرق بتاعت جنوب أفريقيا دي بتلعب كرة سريعة بتتحول من الدفاع للهجوم بشكل كويس حرية الغيني بيلعب فيها سليف كلبالي اللي كان بيلعب في النادي الأهلي أيام كارتلون كان بيلعب مع كارتلون في كل حتة في الرجاء فأنا أتوقع المجموعة دي الرجاء الأول الثاني هيبقى ما بين حرية وامازولو لكن وفاق ستيف بيمر بحالة من عدم الاستقرار ولكن طبعا يظل فرقة كويسة جدا برضو ولكن بشوف ان هما بيمروا بحالة من عدم الاستقرار في الفترة الأخيرة والرابعة على الدور الجزائري المجموعة الثالثة جالاكسي البوتسواني وشباب بلوزداد الجزائري والنجم الساحلي والترجي طبعا النجم مكسبش الترجي ولا مره قبل كده في دورة بطال أفريقيا وبيسعى للفوز الأول وبيمروا بحالة برضو من عدم خاصة إصابة نجمهم الكبير ياسيني الشخاوي بالرباط الصليبي هتفرق معهم كتير شباب بلوزداد واحد من الفرقة القوية جدا وأتوقع أنه ممكن يكون تاني وبعد الترجي لأنه متصدر الدور الجزائري وبيمر بحالة كويسة جدا ولكن برضو مشكلة الملعب ممكن تأثر عليهم شوية المجموعة الرابعة الزمالك والوداد في نزهة بصراحة يعني مجموعة سهلة بالنسبة للاتنين سجراء ده فرقة بحامل اللقب بتاع الدوري الأنجولي ولكن ما فيش مقارنة ما بين الوداد والزمالك أحمل لقب أحمل لقب الدوري الأنجولي وبيترو أتلكه بيمروا برضو بحالة من عدم الاستقرار أعتقد أن والفريتين عندهم مشاكل برضو في الملعب أعتقد أن الزمالك والوداد في نزهة في المجموعة دي أسهل مجموعة لو تقدر هاتلي هاتلي الثاني المجموعات يا سامير لو سمحت لو تقدر تقترح لي اتنين أو تقول لي اتنين من وجهة نظرك كريم منت وحمد المجموعة الأولى أعتقد يعني إن شاء الله يبقى النادر أهلي متصدر وأعتقد سانداونز هيبقى هو الوصيف المجموعة التانية أشوف أن الرجاء هيبقى متصدر وأمازولو ممكن يعمل مفاجأة وياخد المركز التاني مجموعة التالتة أشوف التراجي وشاب الوزداد يعني شاب الوزداد أعتقد هيبقى عنده قدرة كبيرة ومتصدر الدول الجزائري في الوقت الحالي وفرقة قوية جدا جدا أعتقد أنه هقدر يتخطى النجم والتراجي طبعا يعني بعض الأخبار هناك في تونس بتؤكد أن التراجي هيبرم ثلاث صفقات قوية في يناير هما دول يعني هيخلوا الفريق شكله مختلف عن الوقت الحالي وطبعا زي ما أتفل مع أحمد تماما من المجموعة الرابعة فالزمالك والوداد في نزهة يعني خلال الست جوالات وأعتقد مطشين الزمالك والوداد هما إلي حدده من الأول ومن التاني أنا أحمد برضو نفس الكلام بس وفاك ستيف أمازولو حرية يعني ممكن حرية خبراته ترشحوا برضو بعد الرجاء رغم أنها مازولو بتقدم كرة كويسة أنا وجدت نظري في واحد من المريخ والهلال مع الأهلي يا على سندون فاركت على سندون إمتى آخر مرة يعني أنا شفتهم ممكن في بداية الموسم يعني أو آخر كمان دورة في أفريقيا اللي فات بس من الكلمة كالإسلام ما زال عندهم أعطقت سبعين فماما المقام الفريق معاهم المريخ والهلال بتبقى فرق الحقيقة صعبة جدا 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 ما بتلعب بشكل جيد خصوصا مع تغيير المدربين الفترة اللي فاتت ومعاهم مدرب سواء هنا أو هنا معاهم مدرب جيد دلوقتي ما نشوف عموما أن هي المجموعات كلها أعتقد أن هي واضحة باستثناء المجموعة الأولى ووضع طبعا في الاعتبار الفريق عندهم ساحة أن تجيب لعيبة جديدة طبعا طبعا المدرب الهلال اللي هو البرتغالي هو موت منويل جوزي كان بيدربه في سبورت انجليش بونا هو قال كده أن جوزي كان مدربي وطبعا مواجهة الأهلي بالنسبة له بتبقى صعبة فدي واحدة أما مدرب المريخ مدرب برازيلي لكنين لسا مغيرين الهلال مستو أنه عنده ستة من اللاعبته في منتخب السودان عكس المريخ فالهلال طبعا برضه هيبقى من نفس قوي أقوى من المريخ كمان تمام طيب قبل بس ما نرجع نتكلم معكم عن بعض الأسئلة اللي حسألها لكم السريعة جدا فيما يخص النادي الأهلي وحصاد النادي الأهلي خلينا نرجع مرة تانية ونتكلم عن مفاجئة اليوم اللي أعلننا عليها من خلال قناة الأهلي الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كانت عندنا مفاجئة قلتها لكم من شوية لكن هقولها لكم مرة تانية عارفين طبعا أن النادي الأهلي هو أكبر أندية الأفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية وتاني الأندية عالميا من حيث عدد المشاركات النادي الأهلي دايما أو حصل مرتين على الميداليا البرونزية خلال المشاركات السابقة في هذه البطولة برضو حاجة أو مش هي الأساس دائما في كل إنجازات النادي الأهلي هو سواء محليا أو دوليا هو جمهور العظيم جمهور العظيم اللي في الحلوة والمرة دايما بيكون معايا عشان كده الحقيقة قررنا النهاردة أنه من خلال برنامجكم البيت الكبير أن نعلن عن انطلاق مسابقة من خلالها حيتم الإعلان عن فائز أسبوعيا فائز واحد أسبوعيا ولمدة شهر حيسافر معانا إن شاء الله ومع الفريق ويحضر المباراة الأولى في المنديال أو منديال الأندية المقام في أبوظبي والصفر حيكون طبعا شامل تذاكر الصفر والإقامة الفندقية وتذاكر الحضور المباراة أو المباراة الأولى يعني تقدر تتصل أو تبعت رسالة من موبايلك تتضمن رقم الإجابة الصحيحة للسؤال اللي حنتشوفه بعد قليل الحقيقة على الرقم سبعتاشر خمسة وتسعين أو من أي خط أرضي على رقم سفر تسعمية تسعة خمسمية خليني أبدأ مع حضراتكم بالسؤال الأول اللي جايزته زي ما قلت لحضراتكم السفر والإقامة وحضور المباراة الأولى للنادي الأهلي مع مونتير المكسيكي في مونديال العالم السؤال هو ما هو عدد المشاركات السابقة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية رقم 1 12 مشاركة رقم 2 6 مشاركات رقم 3 4 مشاركات حضرتك هتقدر تختار رقم الأجابة الصحيحة يعني مثلا لو عايز الإجابة الأولى الأجابة 12 مشاركة يبقى هتختار رقم 1 عايز الإجابة 6 مشاركات هتختار رقم 2 الإجابة 4 مشاركات يبقى هتختار رقم 3 كمان حاجة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها وهي الشروط والأحكام الواجبة في هذه المسابقة حواليها لحضراتكم دلوقتي على الهواء مباشرة السن لا يقل عن 18 سنة أن يكون الموقف من التجنيد معفي أو تم انقضاؤه أن يكون الخط الذي تتصل منه ملكك أن تكون حامل لجواز سفر أن تكون حاصل على اللقاح في حالة اختيارك وتم الاتصال بك مرتين ولم يكن هناك إجابة تفقد فرصتك في المشارك يمكنك التنازل عن الجائزة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى لمن تنطبق عليه الشروط الكاملة هذه الشروط والأحكام الخاصة بهذه المسابقة ودائما ننتظر طبعا خذوا بالحضراتكم كل ما يخص أو كل الإجابات التي حضراتكم تعملوها على السوشيال ميديا على أي صفحة من صفحات قناة الناد الأهلي لن تكون مجدية لو حضرتك عايز تكسب اتصل على الرقم اللي كنا قيلينه لحضرتك سبعتاشر أو تسعتاشر كام؟ حد يقول للشباب كام؟ مهم الرقم اللي احنا هنقوله لحضراتكم دلوقتي سبعتاشر خمسة وتسعين أو سفر تسعمية تسعة خمسمية لو من أي تليفون أرضي بس من هنا بس هنقدر ناخد الأرقام أو هنقدر ناخد الفائز طب هناخد الفائز إمتى يا كابتل الإسلام؟ هناخد الفائز إمتى إن شاء الله؟ يوم الأربع القادم على الهواء مباشرة هيكون معنا فائز ومش هيكون كريم سعيد ولا أحمد سابت علشان بس نبقى واضحين من دلوقتي مش هيكون كريم سعيد ولا أحمد سابت هو نعم ولا الإسبوع اللي وراء شروط المسابقة ما جاي علينا فالعايز يتصل على سبعتاشر خمسة وتسعين أو من أي خط أرضي على رقم صفر تسعمية تسعة خمسمية تصلوا بقى علشان يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله نختار من سيكون الفائز الأول إن شاء الله للسفر مع قناة النادي الأهلي عشان مشاهدة مباراة الأهلي ومنتري المكسيكي أولى مباراة كأس العالم للأنداء إن شاء الله للنادي الأهلي وإن شاء الله تكون مشاركة رائعة للنادي الأهلي ولجمهوره العظيم اللي حيكون متواجد في هذه المباراة ناخد ستة سئلة؟ ولا السبعة سئلة؟ سبعة سبعة؟ صمم منت على السابع والسابع ده أهم سؤال بينك يا عمي طيب نبدأ بلعب الموسم في الأهلي السنة دي؟ 2021 عام 2021 كريم؟ ولا ليك؟ سابت سابت بالنسبة لي لعب الموسم ده بسج على فكرة شفت قالك سابت سابت هو فيه لعبة يعني برضو ده أراء وإحنا كل اللعبة نجوم يعني بس أنا شايف على مدار العام إحنا حققنا دوري أبطال أفريقيا حققنا اتنين سوبر أفريقي حققنا برونزيكا سعالم أنا وجهة نظري لعب العام حمدي فاتحي ليه حمدي فاتحي؟ إحنا بدأنا الموسم كنا بنلعب 4-2-3-1 لما جه حمدي فاتحي وتم توظيفه في اللي هو اللي برو المتقدم اللي هي بقينا بنلعب 3 بسبب نجاح حمدي فاتحي في المكان ده فطريقة لعب النادي الأهلي في عام 2021 اتغيرت من 4-2-3-1 لـ 3-4-3 بسبب وجود حمدي فاتحي بصراحة قدم مباراة كبيرة جدا أعتقد أنه هو لعب أغلب المباراة وجوده مع المنتخب حتى لما راح دلوقتي وجوده في المركز ده اللي هو الارتكاز الدفاعي وبرضه مع النادي الأهلي أعتقد أن حمدي فاتحي لقى بصراحة قدم موسم يعني يستحق عليه التحية قبل ما أروح لكريم اسمي علاء لو أنا قلت علاء هو اسمي علاء وأنا من عشاق الأهلي وقناته وبنام وصح عليها وبحب سابته كريم جدا وبحبك جدا يا كابتل أشكرك جدا أنا بتنفس أهلي ماشي علاء محمود بيقول الفريق كله هو أحسن لعب ولكن بشوف دايما في المتشاط أي واحد من الثلاثة دول أفشة سولية ديانج يغيب عن الأداء فالمجمل بيتأثر عمر السولية ومحمد شريف ده مايكل جورج أو ميشيل جورج محمود خليفة بيقول أفضل لعب خط وسط في الأهلي هو السولية أو حمدي وديانج أو بيقول خط وسط الأهلي هو الأفضل كريم والله يا كابتل السلام فيه لعبة كتيرة قدمه السندي يعني جهد كبير وأنا حتى مبسوط بهذا كم من عراء الناس في عمر السولية على وجه التحديد لأن عمر السولية كنت دائما بشوفه هو جندي مجهول في الفريق لكن أنا على المستوى الشخص بصراحة أختار أكرم توفيق لأن أكرم توفيق في وجه نظري عمل إضافة كبيرة للنادي الأهلي السندي في الجانب الأيمن ويقدر النهاردة أن هو يعني يعمل جهد كبير جدا سواء على الشخ الهجومي أو الدفاعي وبصراحة الريتنج بتاع أكرم توفيق في كل مباراة في كل مباراة استحالة يقل عن تماما من عشر استحالة أكرم توفيق في كل مباراة ومع النادي الأهلي لو حد بيدي درجات استحالة يديروا درجة أقل من تماما بسبب الجهد اللي هو بيقدمه سواء على الشخ الهجومي أو الشخ الدفاعي طبعا كل لعبة كل لعبة في القابلة بصراحة قدموا مجهودات جميلة لكن أنا بشوف أن أكرم توفيق في وجه نظري الشخصية هو لاعب عام عشرين واحد وعشرين في إنهل الأهلي كريم سعيد بيقول أن أكرم توفيق هو أفضل لاعب لإنهل الأهلي في عشرين واحد وعشرين أو في موسم واحد وعشرين أحمد سابت بيقول حمدي فتحي أو أفضل حضرتك أنا؟ أنا رجل محيد أنا بس أبس أنا أسأل بس رقم اتنين أحلى هدف للنادي الأهلي في 2021 أحلى هدف بالنسبة لي لا أستنى بقى شونا ناس كريم اللي يقول ماشي طبعا أنا في وجه نظري الشخصية أحلى هدف للنادي الأهلي في السنة اللي بتنتهي خلال ساعات أو خلال يومين جايين دول هو هدف محمد شريف هدف التالي في نادي الزمالك بسبب الربونة بتاعة عمر الثلية عمر الثلية الربونة بتاعة عمر الثلية في وجهة نظري أولا ده أحلى هدف في السنة هدف يعني كوكتيل مهارات كل حاجة حلوة فيه عمر الثلية مش ممكن يعني مش ممكن لاعب فيه مباراة مهمة زي كده ياخد قرار وينفزه عشرة من عشرة ومحمد شريف بص يا كابت إسلام هنا يعني هو بعيد جدا جدا عن مدافع نادي الزمالي بص ازاي سرق ده الوفر علامي مش ممكن لا وسرق كمان سرق يعني سرق لا الوفر علامي كمان يعني صعب قوي ان الواحد وهو في العاد يعمل اوفر زي ده لا وكمان محمد شريف حطها في العكسية لجنب لأبو جبل صعب يا ممكن ناس نشوف الكرة سهلة لا اهل المزمة للحارس لو نشوف دي لو راحت على شمال أبو جبل يصده دي لو في الدايقة سهلة جدا سهلة جدا انما هي راحت على عكسية فكاد فعلا خادعة له وبالتالي الهدف يعني مسلسل الهدف كله بصراحة جميل وفي وجهة نظري ده احلى هدف للنادي الأهل فيه عشرين و عشرين و عشرين احلى هدف برضو هدف محمد شريف في الزمالك بصراحة الاسستة بتاع عمر السولية ده يعني الصحف العالمية اتكلمت عنه اه بعد المطشو خاصة كمان في الديربي قدام نادي الزمالك يعني لا هدف بصراحة تاريخي بالنسبة لي برضو احسن هدف وهدف محمد شريف ممكن اقول لك انا طيب اتفضل طبعا بس اقول لعب الموسم الاول لا لا اقول لعب الموسم الاول لا 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 لعب الموسم ده احضر افكر فيه ايو لكن ده واضحة بالنسبة لي انا واضح يعني انا بقى بقول هدف اليو ديانج اللي هو الرابع الرابع الشوطة الشوطة لانه الاوفر يعني دي لعبة متفق عليها تلعبت صح وقفت تحت رجله صح وهو وقف عطاه صح فرقت في نتيجة المباراة في الوقت ده تحديدا فغيرت جملة تكتيكية كبير جملة تكتيكية وجهة نظر يعني طبعا عب المساميري جيبالي يستامير ايه بيحب احمد وكريم اكتر مني فبيجيب لهم اللي هم عايزين اه جاب على طول اه بص الكرة يعني بص لو اتعادت يعني عالمية وجهة نظر العادة مبينها احلى احلى يعني بص الهدف عامل ازاي اه الاوفر افشة حطتها على رجله وقفت تحت يعني ما تتعملش احلى من كده صحيح بجد بس طبعا هي بيني وبينك لو عمر اللي كان عاملها وهي عمر السلية كان عاملها ويا وقفة بالربونا راحت لاليو دينجو وحطتها كده كانت حتبقى احلى يعني بص جملة حلوة لعيبة نادي اهلي خطفه لعيبة نادي الزمال الكلوم داخل المنطقة وبالتالي مساحة تفرغت لاليو دينجو راحة بالراحة ولطيفة وصعبة وكل حاجة طيب احلى تصدي للاهلي في عام 2021 بالنسبة لي احلى تصدي بصراحة الشنوي يشال كتير بس احسن تصدي ممكن يكون اللي هو ضربة الجزاء بتاعد بالمراسة الاخيرة من فليب ميلو دي ضربة جزاء بداتنا برونزيكاس عالم بالنسبة لي احسن ايوة ايوة دي اه قدام فليب ميلو التصدي ده انا شايفه احسن تصدي لانه قدنا برونزيكاس عالم كريم مش عارف اللقطة ده انا هقولها دي موجودة معنا بس اتمنى اكون الشباب جابوها تصدي لمحمد الشنوي في مطش المريخ السوداني اللي كان هنا في القهاتها سفر فيه تصدي صد الكورة برجله الفيديو بتاعها اسطوري اللي هي اكون اقرنه بتصديات لعسام الحضر يعني اسام الحضر كان هو بيلعب كان عنده تصديات فعلا غريب خدم الدروكب مثلا في امم افراقيا 2008 تصدي بتاع محمد الشنوي ده في الكورة دي اتمنى حتى يعني عشان ممكن الحقوق مش معنا يبقى السادة المشاهدين يشوفوها على اليوتيوب تصدي عجازي عجازي تصدي تحتاجت امراجع لا محتاجت امراجع انا هده احلى مباراة للالف عام 21 احلى مباراة بالنسبالي مباراة الزمالك 5-3 5-3 كريم وانا برد 5-3 5-3 وليه عشان النادي الزمالك قوي طبع فرقة قوية جدا وانك تكسب الفرقة دي تحط فيها خمس اهداف 69 دقيقة حاجة تخلي الجيل ده من النادي الآلي مبسوط دي بتتسجل في تاريخك انت الفرقة دي تحرز فيها خمس اهداف فيه خلال اقل من 70 دقيقة فطبعا ده فوجة نظر الشخصية التفل مع احمد دي احلى مباراة للنادي الآلي فيه 2021 تمام طيب خلينا نروح لاحسن لاعب صاعد في الاهلي عام 2021 احمد عبدالقادر طبعا احمد عبدالقادر عمل موسم كويس بس هو عمل موسم كويس مع اسموحة وكان سبب تقلقه مع اسموحة عودته ودي نجاح الاعارة وشاطرة الادارة انه يتخرج لعيب زي احمد عبدالقادر اعارة ويرجع لنا لا بصراحة شايف ان هو احسن لعب برومسنج يعني ان شاء الله يبقى احسن لعب في مصر بإذن الله كريم اتفن مع احمد تماما ان احمد عبدالقادر فعلا هو افضل لعب صاعد في الوقت الحافظ في النادي الآلي موهبة رائعة جدا اتمنى بقى احمد عبدالقادر يحاول يطور من الشق البدني عنده عشان الحتة الدفاعية اتمنى نقطة مهمة جدا جدا لازم يشتغل عليها ويقدر يعمل تحول لجسمه يعني يبين ان الكتلة العضلية في الجسم مزادت لان اعتقد دي هكفيده طبعا مع مباردنا الالي في افراقيا او حتى طبعا عشان متخب مصر فيما هو قادم لقطة العام في الاهلي عام 2021 احسن لقطة لعام 2021 طبعا لقطة كابتن الخطيب مع اللعيبة لما حطوه الميدليات في السوبر الافريكي قدام نهضة بركان لقطة حلوة جدا لقطة تدرس يعني بصراحة وتكريم لمجهوده مع الفرقة بصراحة راجل يعني هو من احسن رؤساء الاندية اللي مسكت النادي الاهلي يعني ممكن يكون يعني نفس على احسن رئيس نادي في تاريخ النادي الاهلي في صراحة كريم اتفق برد نفس اللقطة اللقطة كان جميلة جدا وبتعبر ازاي اللعيبة بيشكر رئيس النادي على كل المجهود اللي عامله كابتن الخطيب الأمانة بيتعامل عارفين كابتن الخطيب كلما بتعامل معاه ما بتعاملش مع حد نهو رئيس نادي الاهلي بتعامل ان هو يعني واحد من المنظومة وبيسهل الامور وبيساعد الكل فاعتقد اللعيبة في اللحظة دي انطلعت منهم اللقطة بشكل عفوي جدا فاعتقد دي فعلا احلى لقطة للنادي الاهلي السمادي طيب اخر حاجة ودي اهم حاجة اعتقد هي لقطة نعم الدعم الجماهير اه افضل لقطة لدعم الجماهيري في النادي الاهلي هذا المسلم والله انا محتار ما بين لقطته يعني اللقطة الاولانية احسن لقطة لما كنا خسراني متعدلين في مباراة غزل المحلة 2-2 والجمهور قاعد يقول بالروح بالدم المتش مش حيروح واتعدلنا في الدايئة 92 في المباراة دي اه اتعدلنا في الدايئة 92 او 93 وبعدين جبنا جون الفوز اللي هي الدربة السبتة العلي معلول بسبب الروح دي طب اسمع اسمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هتلاقي في الأطفال، الصورة دي بتجمع ما بين الأطفال والناس الكبيرة والشباب وده علمه حب الاهل من الصغر حب الاهل من الصغر انت تبقى متطمن على الجيل القادم في النادي الاهل صراحة يعني بجد المنظر ده انت بص الولاد الصغيرين والبنات الصغيرين عاملين ازاي فانت تبقى متطمن وبعدين ده اجيال مختلفة فبتبقى متطمن على اجيال النادي الاهل القادمة يعني الاهل في القلب وصلي برضو مفاجأة دلوقتي معنا اراء كابتن سامي ومصان وكابتن سيد عبدالحفيز فعلا حلو جد فانا كريم بس يكمل كريم يكمل الاول السؤال طب ما تيجين ده ولا ماشي خلينا الكريم انا بالنسبة لي احلى لقطة لدعم الجمهور السنادي الدعم اللي حصل بعد اخصار الدوري بعد مخصار الدوري وكان يعني لحظة صعبة ان احنا كنا متصدرين دوري لأسابيع طويلة بس كان عاجبني ان الجمهور النادي وقف وساند الفريب السابق طبعا ان هو حسه من فلكة مجهدة وطبعا احنا كان عندنا اخطاء بكل امان كان مع طبعا وجود من اخطاء تحكمية في عدم المنباريات ولكن احنا شننا بمسؤولية في الاخر وحسيت ان الجمهور الاهلي وقف مع الفريق وتعدينا وتجاوزنا المحنة دي وان احنا كنا المتصدرين الدوري لأسابيع كتيرة يكون منتظر طبعا احنا كان عندنا مشابة معجلة نرجع يعني ناخد منكس الاول بسكولة جدا ولكن يعني قدر الله ما شاء الله فعلا بس كان عجبني ان المنظومة وجمهور الاهلي ما ارضاش ان هو يعني يخلي المشكلة المشكلة تحت الدوري تؤثر على فرحة الدوري افراد كابتن سامي كابتن سامي امصان اختياراته للسبعة اسئلة لعب الموسم في الاهلي مختار كابتن محمد الشناوي احلى هدف بالنسبة لكابتن سامي امصان مختار هدف محمد شريف في نهضة بركان اللي هو اللفة الشوطة اللي هو في الصبر الافريكي اختار احلى تصدي للاهلي تصدي الشناوي امام بالمراس اللي هو في ضربة الجزاء الاخيرة احلى مباراة للاهلي من وجهة نظره مباراة الاهلي والاسماعيل اربع سفر اللي هي في الدوري في الدوري اولى مباراة الدوري السنة دي احسن لعب صاعد احمد عبدالقادر لقطة العام بالنسبة لكابتن سامي امصان لقطة كابتن الخطيب بعد ماتش الجونة لما انزل لهم الملعب بعد خسارة الدوري احسن مساندة للجمهور مختار لقطة جمهور الاهلي لما ساندهم بعد خسارة الدوري جمهور الاهلي ده كابتن سامي تقريبا دماغه قريبة شوية من دماغه احنا جيله واحد اصله خلي بالك انا وسامي كابتن سيد ما جيله واحد برضو كابتن سيد تشوف كابتن سيد هو اصغر مني برضو عشان اقول الحق وسامي اصغر مني كابتن سيد اصغر بسنة اصغر بسنة وسامي اصغر بسنة مش كتير يعني اللعب الموسم بالنسبة لكابتن سيد عمر السلية أحسن هدف هدف طاهر محمد طاهر في الرجاء اللي هو في السوبر الأخير أحسن إنقاذ راكلة الجزاء برضو بتاعت بالميراس اللي هي لمحمد الشناوي أحسن لعب صاعد أحمد عبدالقادر تريبا كلنا اتفقنا على حكاية أحمد عبدالقادر مختار بقى أحسن مباراة مباراة الأهلي والتراجي 1-0 برادس اللي هي كانت بتاعت محمد شريف مختار إن دي أحسن مباراة لقطة العام مختار الميديليات بتاعت كابتن الخطيب في مباراة السوبر الأفريكي اللي احنا قلناها وأحسن دعم أحسن مصند جماهيرية في عام 2021 مختار جمهور الأهلي في المحلة بعد الهدف التعادل برضو ده كابتن سيد عبدالعفو ده اختيارتك حزي خلي بالك هي لقطات تبدو كثيرة ولكنها لأن النادي الأهلي وجمهوره الحقيقة في كل اللقطات هتلاقي دايما في كل ماتش كل ماتش هتلاقي دايما في حاجة بجد والله ممكن تلاقي طفل قاعد على جنب بعيط بتلاقي في ماتش وماتش انت كاسبان 4-0 الإسماعيلي تلاقي فرحة رجل كبير في السن هي اللي عاملة الموضوع ففي الآخر هو جمهور الأهلي دايما عنده لقطة الحقيقة في كل مباراة فيستحق الحقيقة في نقطة بالنسبة لاختيارات اللعيبة لو تلاحظ ان ما فيش حد فينا اختار حد ده دليل ان اللعيبة كلها بسم الله ما شاء الله ممتازة يعني الشناوي حمدي فاتحي أكرم توفيق السلية حتى ديانج فما فيش حد فينا استقرق على اثنين حتى ديانج ماشي فكله مستقر على كذا لاعب واحنا كونة نتفق قبل ما نخش واحنا كونة نتفق مع كابتن سايد وكابتن سامي أن يكون واحد يختر واحد بحسن باخدنا الفراء كلنا لكن الفراء بالكامل الحقيقة استحق هذا الموسم كابتن سايد نفسه يستحق أن يكون واحد من الأفضل خلال هذا الموسم كابتن سامي استحق أن يكون واحد من الأفضل لا كابتن خطيب ده ف roommateة تانية حتى تكلم مع الكابتن خطيب هايقول لك أصل انت بتعمل و بتخلي فكابت الخطيب في جزء تاني وخليني أبو السوق أقول لك أنه هو خصوصاً الناحية الإدارية خلال هذه الفترة أثبت بما لا يدع فيه مجالاً للشك أن هناك فارق كبير جداً لأنه خلي بالك كل لعبة الكرة كان أملهم في الكابت الخطيب لأنه قبل كده حصل 3-4 أسماء لم ينجحوا إدارياً كلاعبين لكرة القدم ولكن الكابت الخطيب مع الفارق الكبير طبعاً أعاد هيبة لاعب كرة القدم لكيفية الإدارة الحقيقة من خلال وجوده في النادي الأهلي ورئاسته للنادي الأهلي لأربع سنوات وأنا لما تسألني أفضل لحظة لك السنة دي بالنسبة لنا إيه لحظة لأنك أبت أن أعرف حاجات قبلها كتيرة بتحصل فدي بالنسبة لي اللحظة دي وخصوصاً قبل الحفلة حفلة الاحتفال بالنجمة العشرة كابت الخطيب أعلن أنه سوف يترشح لرئاسة النادي الأهلي في الأربع سنوات اللي كانوا الانتخابات الأخيرة لأننا عارف أنه كان قبلها بتلتة أربع تيام يعني حاجات كتيرة جداً مش هينفع أقولها لكن في الآخر اللحظة دي بالنسبة لي كانت لحظة مهمة جداً فكابت الخطيب في حتة تانية يعني في جزء تاني مش بالنسبة لي على فكرة بالنسبة لي كلاعب بالنسبة لي كأسطورة بالنسبة لي كمزيع بالنسبة لي كشخص أخلاق ويعني عمرك زي ما كريم قال اللي أنت بتحس أنه هو دايماً واحد منك واحد دي يعني أنا لما بشوفه كابتن وبتباعد معاه أخوك كبير ويعني كده يعني مش حد تاني فأنا الحقيقة كل الحاجات اللي أنتو خطرتوها دي هي تستحق كلها مظبوطة كلام كابتن سيد مظبوط كلام كابتن سامي قمصان مظبوط أيضاً لأنه في النهاية أنهما مسؤولين وشايفين اللي بيحصل قدامهم ويستحقوا الحقيقة كل الدعم ومسيماني يستحقوا كل الدعم خلال الفترة اللي جاية وزي ما سمعتوا حضراتكم في الأول هو مسيماني لو تفتكروا في ناس كتيرة برضو قالت هذه الجملة مسيماني قبل مباراة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرجاء قال إيه قال يا جماعة الناس فاكرة أن احنا هنكسب سهل وبتاع ما يعرفوش أننا الفريق بتاعي لم يكتمل من 25 يوم واللعيبة جات لي مبارح واتمرانوا معايا النهاردة وحنلعب بكرة نفس الموضوع بيحصل مع مسيماني في كاس العالم للأندية خدوا بالكم من الكلام ده كويس جدا 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 عشان لما نيجي نتحاسب مع المدير الفني ومع اللاعبين نقدر نتحاسب ونقول لا في واحد اثنين ثلاثة أثر بشكل سلبي أو إيجابي ونشوف اللاعبين حقهم إيه والمدير الفني حقهم دي وجهة نظري فيما هو قادمة عايزة وريني لقطة سامير عايزة وريني لقطة وريني يا سامير اللقطة حاجة جميلة جدا الحقيقة ونختتم بهذه اللقطة الجميلة اللي كلها بنحبها أنا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معنا شكرا بتسلامك وسانة طيب شوفك السنة الجاية إن شاء الله السنة الجاية على طول حد شوفك شكرا جزيلا يا أحمد على وجودك معنا شكرا للحضارات كافة الإسلام كل صاحب حضارك طيب كل سنة يداني مشاهدين بخير ان شاء الله عشرين تكون سنة خير كلها و muchos انتصارات وسعادة وخير وصحة ان شاء الله يا رب ان شاء الله انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله اشوف حضراتكم في العام القادم العام القادم ده اللي هو يوم الحد ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير وكل عام وانتم بخير والسنة اللي جاية تبقى افضل كمان من السندة اشوفكم على خير واشكركم وإن شاء الله نلتقي يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس